أنا وقت الهزارة هزر معك للآخر ما نتكلمش في الشبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم يا جماعة في بودكاست جديد والنهاردة هيكون معنا في البودكاست مدرس اللغة الإنجليزية الأستاذ عبد الحميد حامد حبيبة مصر ازايك؟ صوتك وقت ياوي كده تمام؟ آه لا علي صوتك شوية تمام زي الفل علي صوتك اكتر ماشا أخبرك ايه؟ زي الفل حراك عمل ايه؟ أنا تمام الحمد لله ومبسوط جدا ان انت شرفتني وانا مبسوط اكتر والله هنخش في الموضوع على طول وأقول لك انت كنت طالب سنوية عامة شائي جدا ولا كنت طيب وغلبان كده زي ما انت طيب وغلبان وعيد معنا أهد واحد في الفصل طب احتي لي بقى ماشي انا يعني اكبر اخواتي عندي اتنين ولاد فاحنا البيت فيه تلاتة ولاد يعني كده سواني انت اكبر من انت اكبر اخواتك وكام سنة؟ انا اكبر من محمود اللي مسك للشغل يعني بسنة ونص واجبر من اشرف بساتة سنين سنتين دراسيتين يعني انت في تالتة سنوي؟ لأ دراسة سنة واحد دراسة سنة واحد هالبيت كان بيسلم سنوية عامة وربعة بها؟ في الصبت لما تعبوا جامد السنتين دول يعني طب يحكي لي بقى في السنوية العامة نبدأ سنوية عامة يعني؟ اه على طول بنا بنا بندرس لسنوية عامة فاحنا بنحب نعرفهم مدرسينهم كانوا عاملين ازاي؟ لما كانوا في سنوية عامة طمام انا فاكر الاول بس احنا يعني انا موليد توانية وتسعين فمش من كتير يعني اه لا ستة عشرين سنة بناديك صح يا رب يا ربناك اللي فانا الايامي تقريبا تالتة بتدائي كانت شهادة وستة والكلام ده كله انا كنت اول تالتة كهرة تالتة ايه؟ تالتة ابتدائي لما كانت شهادة بازة تالتة ابتدائي اه يعني انا دحح قديم اه قديم قديم وستة برضو كنت التاني تقريبا اه تراجع ده اه وتالتة عدادي برضو كنت في العشرة الاول بتوع الادارة والكهرة فتالتة سنوية كانت بالنسبة لي مجموعة هو حلو بس ما كانش المرد يعني بالنسبة لي مش تب سيدالة تمام كنت عايز سيدالة سيدالة جبت كم في المية بقى؟ جبت 92 و8 من 10 و22 و8 ده في النظام القديم؟ هو احنا اخر دفعة تقريبا المجمية فيها نزلت يعني دي كانت بداية نزول المجمية ماشي بس 22 ده ما يدخلكش سيدالة ما دخلنيش سيدالة اه في النظام القديم 22% دلوقتي في النظام الجديد اطلعك الاول على السنوية العامة بزبطة بس فدخلت علوم طيب في الامتحانات بقى ايه المادة اللي ضيعتها؟ فيزيكس ما بحباش انا بحب مستر محمود بس بحبش فيزيكس محمود مين؟ مستر محمود ماجدي حبيبي طبعا لا ثواني هو انت كنت بالعربي ولا بالانجليزي لا كنت انجليزي انا كنت مدرس لوجات محمود ماجدي ملوش دعوة اه بالزبط اه ما تظلمش الراجل معك فعلا كنت مدرس لوجات فكنت فيزيكس بالانجليز بس هي كانت اكتر مادة بزاكرها يعني وانتقي خبالك لما تكون في مادة انت ضعيف فيها بالزبط انا عشان كده دي دايما بيتا قولها للطالب يعني اللي انت بتخاف منه جامد ده يعني بتعمل يعني يزاكروا بس يزاكر بنفس القدر بمواد تانية ما تخلوش يجي على مواد تانية دي ممكن بالحاجات اللي اندمت فيها شوية وانت في سنوية عامة بقى كنت بتزواج من الدروس؟ لا خلص والله انا كنت بزاكر لصحابي انجليش اللي بيزاوجه من الدروس ببلاش؟ ببلاش طب ايه طيب اقول لي كده نشاطاتك في سنوية عامة اصخبالك سنوية عامة بتاعتك مش من بعيد قوي فممكن تفكرنا يعني بالدنيا كنت بتعمل ايه؟ يعني انا مثلا كنت مش انا ماشي بزاكر كتير وكل حاجة بس ممكن انا تركيزي الاكتر بمكن بيبقى في الحصة يعني فدي اللي بحاول برضو كليل الطالب يركز عليها دلوقتي اللي هو تركيزي الاكتر دايما في جوه الحصة يعني الساعتين او الساعتين ونصب طوال حصة مية في المية مركز مثلا مزاكرة في البيت انا مكنتش بزاكرة اكتر من اربع ساعات في اليوم ده ده اليوم اللي هو أيام الامتحانات يعني اوه بالزبط ده المكسمم يعني لا انا ليلة الامتحان دي ما بذاكرش كالس ليلة الامتحان اللي هو مثلا النهاردة بكرة امتحان انجليش ما اذاكرش كالس ابص بص 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 انجليش اي مد اي ماد تمام وبعرفش لو خلاص انا النهاردة ريلاكس وبفصله كده الحاجة الوحيدة اللي لو فيه امتحان وفيه حاجة كانت الكوربة دي الاكتيفتي الوحيد يعني مش لعب ان انا اتفرج اهلي يعني اهلي اه انت بص انت بتخلصنا البودكاست كله يعني بص مش مديني فرصة اسألك على الحاجة حس ان انت محضر الاجابات بس فهو النشاط الوحيد الجيل الاراية الاهلي الاراية ايه طيب الاراية المفضلة بالنسبة لك كنت بقرأ الدكتور احمد خالد طفيق الله ارحمه الله ارحمه بس قرأت له ايه طيب قرأت له يوتوبيا ودقريبا كل الروايات يعني فيعني هو الشخص الوحيد لو كنت ممكن احب ان انا يعني اقرأ جير كده واقرأ الكتب ما حبش اقرأ من الموبايل او من الايباد او كده يعني حب اقرأ هارد كوبي تبقى الحاجة في ايدي يعني طيب لكن جير كده الكرة بس كرة اوروبية واهلي برضو طب قل انت ايه اه مصر ايه الاهلي خلاص اه الكرة الاوروبية بتشجع مين اه بشجع مدريد ويونايتد منشستر انت بتخل محمد صلاح اه يعني يونايتد هو بيلعب لا بس ليفربول بتشجع مع يونايتد لا اتجايرت دي بصراحة دي اتجايرت اهه يعني انا ما شجعش بالقلبي دا كالس جير الاهلي يعني جير كده لأ مع صلاح لأ بس بالنسبة لنا ان في حد يلعب كرة بره ويجيب جون وبتاع دي جديدة يعني يعني احنا جير كده كنا بنتنشق على حد بيرمس الكرة بره بس فصلاح عامل حالة يعني طيب انت نفسك بتلعب كرة؟ لا نادرا يعني كفيف بلاي ستيشن؟ اوه فيفا فيفا اوه العيب يعني؟ العيب لا يعني طلبك اللي بيسمعوك دلوقتي هيقول لك يلا يا مستر؟ مع العلدي ما بتذكرش قاعدة بتلعب بس كده هتعدينا بس بس لا تمام لا العيب في الفيفا طيب هاللوقتي دخلنا سنوية عامة جيبنا مجموعة اتنون وتسعين في المية كنا طالب هادي وكل الحاجات الجميلة دي طلع المجموعة تمام المجموعة ده بقى بما ان واحد كان طموحه صيدلة صادر جدا حكي لي بقى عن اليوم ده يوم النتيجة اوه يوم النتيجة ده ارجي فيه بقصة والله انت بص فوت ترغي اكتر في كل حاجة هتحكيها بالتفصيل انا عادي نعب كل حاجة بالتفصيل زي الفقول اه يوم النتيجة ده اصلا يعني كان فيه انا مفروض النتيجة جات لي بدري من الكنترول واسطة اه بس يا ريتها ما جات هي جات غلط يعني جات لي تلتمية وتمانية ونص انا فكر بالزبط تلتمية وتمانية ونص من ربعمائة وعشرة لو هو اصلا حاجة بسبعين في المية ده ضايع ده فهو اليوم ده كان جريبي يعني انا كنت برا مع صحابي فلما رجعت البيت كله قالب فمحدش عايز يقولي يعني الحد ما مرة واحد قالوا لي انت جبت حاجة انا يعني ما حسبتاش في المية انا فكر الاركوم اللي انا قلتها لحضرتك دلوقتي تقريبا يا حاجة وسبعين في المية فانا يعني قلت لا انا حسبها النفسي ان انا لما نقص هجيب كمسة وتسعين ستة وتسعين فمش حاجة وسبعين يعني افتكرتها هزار في الاول لقيت لا بيت قالب فانا لما جات بقى النتيجة الصبح وانا اللي جبتها لنفسي كده انا فرحت عشان هي مش مش المجموعة ده تمام بس ما يعني بعديها لا يعني لما دخلنا بقى التنسيق لقناها مش لا بالزبط او بس انا يوم النتيجة ممكن ربانا عمل كده عشان لو انا هاخد النتيجة با صادر راحي بالزبط لكن جيل كده لو كانت جات مرة واحدة خربتها تلاتة وتسعين او اتنين وتسعين لا انا مكنتش هابقى مبسوط يعني التنسيق لا قبل التنسيق انا عايز برضو انفعلات البيت يعني اللي هوما البيت كانوا يعني طايرين فانا دي كانت مفرحاني وفي نفس الوقت انا مستقرب يعني هم عارفين ان انا عايز سيدالة والمجموعة ده مش هيجيب سيدالة بس هما في نفس الوقت لقى عاملين فرح في البيت واللي هو كله مبسوط وكله فرحان بس هما عاشوا اليوم معايا بقى بكل تفاصيل وانا انت جبت سبعين في المية بعد كده انت جبت تلاتة وتسعين في المية او اتنين وتسعين وتمانية فانت بس انا بالنسبة لنا كان اليوم بتلاقبود بس هما فرحانين يعني فاهمني مفيش حد قبل ان اتيجا براكامة او مسلا زعل او كده ممكن صحابي هما اللي اتضايقوا بقى انا هسألك سؤال عن هسألك عن صحابك برضو بس قبل كده البيت اطعم الهدايا بقى كلمني عن الهدايا اللي جات لنا اه لا انا جالي ايفون في سنوان عامل جالي هدايا كتير جالي ايفون وكان فيه هدايا تانية كتير بنشكر بقى اللي جاب الايفون مين اه الحج بقى سكن بس فااااا وكان فيه هدايا كتير طبعا مكافآت بقى والكلام ده كله فااااة كان كلهم مبسوطين يعني العلاقobra كان مبسوط اه كان فيه وعود بالهدايا دي ولا لما جات كده لا لما جات كانت مفاجأة الوعود كانت بالبلتو يعني اه يعني فيه حاجات طارت لو كان فيه بلتو بزاف طارت ايه بقى الحاجات اللي طارت الحاجات بقى اللي طارت اللي هو اللي انت عايزه كله احنا معاك بس تدخل الكلية دي بس هو الفكرة كلها انه هو يعني ممكن الحاجات اتعملت ما طارتش لانهم كانوا شايفين التعب اللي كان في السنة كنت حد اللي هو عامل اللي عليا فهم بالنسبة لهم اللي هو ده عامل اللي عليا ازاي الاهل كلهم اللي هو شايف الطالب تعبان فكالوص انت شخص ما عندكش بلان بي في حياتك وانا كنت حاطت بلان بي بس بلان بي ما كانتش متوافقة مع البيت ايه بقى هي؟ يعني كان بلان بي ان انا ادرس ان انا اخد الكارير اكاديميك اه ده اصلا يعني مش جاب بالصوت تمام لان انا يعني انا من صغري متعلق بمدرسين الانجليش بالذات يعني انا ممكن اذكرهم بالاسم اه طبعا طبعا مستر علي عطايا ده ابتدائي ومستر ياسر شاب الاعدادي ومستر هشان فاوزي ده في سنة وعام والاخير ده بالنسبة لي الكدوة بتاعتي يعني تمام تحياليهم طبعا كله ده طبعا يعني اللي هو حد اللي هو بيخلص كتب الانجليش فيدور على الكتب الكاريجية التانية وانا عشان اللي هو يتفقى فيه منهجين فانا حابب الكارير ده فانا ما اتكلمت ايش مع البيت خلص في بلان بي لان هم كان عندهم قناعة برضو دي كانت مشكلة ان بلان ام يعني هي هتيجة هتيجة اللي هم مش حطين اه اللي هو كده كده بننا دكتور خلاص والدكتور راح والدكتور كده كان كده المنادية في البيت يا دكتور بالزبط اه فهو الكل خلاص متعامل معك في العيلة بقى مش في البيت ان انت دكتور دكتور عم حميد بالزبط اه بس فانا حتى في لازمات الكلام بتاعتي بيقول للطالب يا دكتور من كتر ما خلاص اللي هو بس فهو التعامل كان ان انت ده الكارير بتاعك انت طب او انت كان الفكرة انت ليه مش طب يعني ليه صيدلة مش طب ده اثر عليك سلبي كلمات مصراحة يعني اه ده حط لود كبير اللي هو يعني انا ممكن لو كنت فكرت شوية مجالات الشغل وكده كنت خليت بلان اي مش صيدلة او مش طب لان هو الكلام ده بيتقلم من ابتدائي مش من اه ده انت من الاول من الاول خالص يعني من بداية بقى اللي هو ابتدائي وبداية تالتة ابتدائي ربعة ابتدائي لا ده ده كذا اول ما ياخد ساينس فالمستر بتاع الساينس عادي طب احنا كلنا شاطرين في الساينس لا ده ده هيبقى دكتور فدي بتأثر بتأثر جامل بتحط عليك عيب مسئولية وانت لسه صغير وبتخليك مش عارف بردو تفكر يعني ايا كان انا كنت حابب ان انا بقى ادخل صيدلة او كده بس بردو ستيل بسبب كلام المدرسين وكلام البيت وكده بيأثر على دماغك مش بيخليك بتفكر مية في المية بقى رياحية يعني فبيحط عليك لود كبير ان انت هتبقى كذا يعني هو ادى لك البلان خلاص فانت لو جيرت يبقى انت بتعمل حاجة عكس كلامه لا وغير انها عكس كلامه لو ما عملتش كده بقى فشلت بالزبط والفشل ايا كان الاحساس بتاع الواحده صعب يعني مش هلو حتى لو انت ما فشلتش احساس ان انت هتفشل بس ده مش احسن حاجة يعني طب قول لي خلصنا وطلعت النتيجة بالزبط انا مش هسيب السماوية العام اصلا انت لازم تكون كنت يعني لعب شوية يعني بتاع بنات قول لي كده بتاع بنات لا لا هو مشكلتهم كلها كانت وقت المتشوت بس اه انا فاكر نهائي انا نهائي كان يوم متحن العربي كان ليلة متحن العربي لا معلش سنة كم طيب كان مادريد ويوفينتس اللي هو خلص ثلاثة واحد صح اه اه اتع رونالدو ده خلاص يا مش مستغلبوا في الاخر بس فده يعني كنت يومها قاعد بتفرج عادي جد لا لا رونالدو كان لسه في ريال مادريد مادريد اللي كسبت تمام مادريد كسبت ثلاثة واحد بس في يومها كنت قاعد بتفرج عادي وريلاكسد واي حاجة والاهلي بيلعب مثلا فيه امتحان فيزيكس قرب والاهلي بيلعب انها بتفرج يعني انا كنت يعني مش الفيزيكس عقودتي بس اتفرج بردو بس اتفرج انا كنت دايما شايف ان الشجف ترامى في الحتة دي فانا ما يعني انا ابتديت بقى لمت ان انا روح استاد وكده في تالت يعني جير كده كنت مجنون شويتين فدي الحاجة الوحيدة اللي ببقى مجنون فيها يعني حضرتك ماتشط في استاد كتير قولي تجربتك في الاستاد ايه لا بحب اللي قعدة هناك جدا ايه اكتر ماتشط حضرتها وليك ذكرات معا هناك ايه يعني لسه قريب الهلال بتاع قريب ده الهلال الاهلي والهلال اه 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 والوحيدة تلاتة صفر تلاتة اوه تلاتة صفر الاهلي احنا كما صعدنا بيه افريقيا ده بالزبط اه وبعد كده خدنا افريقيا كلها الهلال موجب معنا جدا على الفئة بس فهما دول الساعتين اللي انا ممكن ابقى فيهم مش هادي سواء في الاستاد او في البيت بتفرج عشان كده انا بتجنب متشجع ومش مشاهد انت مشجع عشان كده بتجنب بتفرج مع حد عرفه يعني صعب ان انا مثلا بيبقى في لنا صحاب مترئيسين نقعد نتجمع نتفرج او حاجة لا انا ما بعرفش ممكن اتفرج على ماتش كرة اوروبية مع حد لكن ماتش الاهل انا بقى عرفش اتفرج في البيت انت اهلاوي الترس يعني طبعا بس معلش على سيرة ماتش الهلال وكده احنا طبعا تحياتنا للكابتن اطهر الطاهر هحط صورة عمل زمد ده حبيبي ده والله بص انا عايز اقول لك على حاجة يعني هو سبحان الله هي ارزاء بس بتم قاليها سبب برضو لا لا بس في نقطة هو احنا اصلا مصيطين اطهر الطاهر اوي اطهر رجال اهلاوي يعني فالناس كلها برضو عارفة ان انا اهلاوي بس هو الحقيقة يا جماعة احنا بفوض مصيط حارس هو نصد ضربة الجزائع بس هو اطهر كادل شو كله هو اطهر كادل شو دو ضيعها بس الفعل القوي كان من الحارس من الحارس نصد ضربة الجزائع بس يا سبحان الله جات كده بقى هو دلوقتي اشهر حد في السودان تقريبا مش عارف هو ممسوب بكده ولا لا مش عارف بس فهم دول الوقت اللي انا فيه يعني بعرف اخرج الطاقة هو وقت الماتشاط من وانت صغير بالزبط هو مفيش اكتافي تجير الماتشاط وسنما ممكن كفيف يعني طب حيلو كلمني عن السنم اه يعني ممكن لما كنت بزهق احب ده انا روح ممكن اروح لوحدي كمان تفرج على اي طيب افلام ايه اه يعني ممكن اي افلام كوميدي حاجة light يعني كفيفة عربي مش مش انجلش لا ما احبتش على انجلش انا احب الانجلش مسلسلات مش افلام يعني مش سنم طب قولي فيلمك المفضل ايه كده يعني فرصة عربي عسل اسود بحب عسل اسود اها احمد حلمي وانجلش ولا ما فيش حاجة معاينة في الانجلش لا انجلش في فيلم هاكس ريج بحبه ومسلسل بيك بلايندرز اه ده يعني ده تريند عالميا ده عالميا ده الزحني يعني فترة طيب نرجع بقى للسنوات العامة ونرجع للنتيجة والتنسيق وكل حاجة والتنسيق خلاص احنا الوقت يفرحلين بالنتيجة بالزلطة طبع مرحلة اولى قولا واحدا كنت تانية تقريبا لان علوم انت عارف بيبقى المجموعة اه 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 يا جماعة معاليش برضو اللي بيسمعونا كلام ده قديم كلام ده كلام قديم 92 دي بدخلك كل حاجة اقوله يعني حبيبي انت لو سمعنا لو تيجيب 92% فانت لازم غالبا سمعت اسمك من عند الوزير بالزبطة 100% حد تكلمك حد تكلمك طيب مرحلة تانية لقيت صيدليات كليات وبتكتب الرغبات بالزبط على الانترنت ما كانش فيه هو الاول احنا كنا على يعني طول المرحلة الاولى مستنين بقى امل ان صيدالة يبقى فيها اماكن بالزبط في المرحلة التانية هو لوجك ولو جت صيدالة في اي مكان هروح هروح بالزبط لوجك كان انا يعني انا عارف ان هي هتبقى صعبة تبقى موجودة بس صحيح هم مستنين في البيت فهو اللي تلعى ان موجود من الكليات العملية بيتاري وعلوم حل وباقي الكليات اللي هي الهلسن وتربية والكلام ده كل فانا في الاول قعدت قبل مكتب الرغبات احنا بنقض يعني في البيت بنتكلم وكده فانا تشاور اه فهم قالوا لي هتكتب بيتاري في كل القليم وبعد كده علوم انا ضد فكرة بيتاري يعني انا مش حابب في نفس الوقت برضا انا مش حابب علوم خب بالك يا طب بيتاري اللقتي التواري جدا جدا يعني ما بيجش بقى بالموظور بتاعها زمان لا 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 وانا بنصح ناس كتير بيها لما بيجوا يسألوني يعني لا يا صاحب شجلين حلو دلوقتي وكلها حلوة جدا بس انا يعني وقتها كنت حاضر قلت لهم خلاص بقى مجدش سيدالة فانا هكتب تربية حل يعني ما كنش عايز ألسن كمان يعني انا قلت لهم هكتب تربية لان انا برضو كنت في ألسن ان انا هقعد ادرسها ربع سنين وفي الاكل هشتغل مدرس فانا خلاص ما اخد الكارير من او حتى هاخد سنة تربوي فالزبط فهاخد الكارير اه اثر على نفسي لوقت يعني فهم لا يعني مجموعك طب تربية بتاخد من كام فيعمله سيرش فتربية بتاخد من مجموعه اقل اقل طبعا فطب ده ليه هتستخسر كل ده وكلام فانا شفت البيت بقى اللي هو يعني هو عايز يشوفك بالبلتو مش فريق له انت هتبقى في بطري أو في علوم بس هو عايز البلتو اللي فيد والكلام ده كل فانا في دماغي وانا يعني لسه بكتب رجبات مستر الإنجليش اللي قلت الحراك عليه لو مستر يشام كلمني يعني ان هو عايز ننزل معاه بقى أسست اه فانا قلت خلاص يعني الحاجة اللي انا بحبها همارسها يعني هبقى موجود كل يوم وفي نفس الوقت ما زعلش البيت يعني اه يعني انت كتبت علوم كتبت علوم كتبتها الرغبة تجيب فجأة بالنسبالي انا في دماغي انك تخذ كتاب تربية لا كتبتها علوم اللي رغبة كانت الرغبة التالتة تقريبا بعد اتنين بطري يعني اتنين بطري كده اللي هو الحمد لله مجوش بالزفط اللي هو تبقى في السلوم دلوقتي بس وعلوم كانت الرغبة التالتة وهي اللي جات يعني علوم عن شمس علوم عن شمس وابعدين قبل طبعا مدخل الكلية سنوية عامة بتبدأ بدري فكنت بدأت شغل اصلا مع مستر مع مستر مستر هشام كنت بدأت شغل وحبت شغل جدا لو انا يعني انا في الفترة دي كنت متضايق ان انا جات للك كل يعني متضايق ان انا عملت كده وسمعت الكلام بس كلاس بقى انت بترضي البيت فانت مش عايز تقعد فاضي عشان كل ما تقعد فاضي بتفكر يعني دمجك بتشجيلك هتحول فانا بعمل وقتي بالشغل فكنت بخلص شغل اروح البيت لو فيه ماتش هتفرج عليه او حاجة وبعد كده نام كده وتروح الكلية ولا ما كنتش بتروح قوي لا كنت بروح كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كلية علوم اصلا كلية صعبة مش سهلة وما ينفعش ان انت تغيب لان انت خصوصا في اول سنة فانا تقريبا انا فاكر ان انا كان اليوم بيخلص ساعة اثنين والشغل بيبدأ ساعة اثنين فالو انا كنت بستأذن قبشل ربع ساعة دي من ال SECTION لا لا لحظة تستأذن ربع ساعة من ال SECTION بدeschبت تستأذن ربع ساعة من الشغل هاجي متأخر بالزبط مع انا الOption المتاح او الOption المتاح ان انا هستأذن من الشغل يعني مش هاي منع يعني عادي طوال اوال إن تلاق ما تنزلش بمعد اصلا يعني يتكلب لك من قوليتك بس انا لأ يعني ما كنتش عايزة افوت معادي في الشغل وما كنتش ال ora assistant اللي بيبقى واقف برة يعني. يعني انا جوه القاعة. ايه دورك جوه في قاعة? اه جدا التنظيم والكواس وكده ان انا بصحح وكده انا قاعد حتى لو بصحح كنت بصحح الواجب. يعني والمستر كان ميزاته ان هو بيخلي الواجب يتصحح جوه الحس. مش موديل انسر والكلام ده. ومش فيديو كده. فانا اللي بصحح. ما لهم يا عام بتاع الموديل انسر والفيديوهات يا عام. ما لهم يا عام. لا هو صعب دلوقتي ان انت يعني تعمل كده وسط العدد وكل ده فصعب لأ. فكنت بصحح احانة الواجب جوه الحسة. ممكن اخلص مثلا والحسة تبقى شجالة ساعة لربع فكان متاح ان انا امشي. يعني انه طبعا ما خلصت شجلك خلص امشي. بس انا كنت بافضل قاعد يعني. بس خبالك انت الحد دلوقتي ما مارستش مهنة التدريس. لأ طبعا ما مارستاش. تمام. اه اه سنة اولى في الكلية. اه. لأ عملت ايه تقديرك كان ايه في سنة اولى? عديت جيد تقريب. وده كانت مفاجأة لايه? علومك اسم ايه? اه بوتاني كيمستري. نبات وكمية. ايه ايه ده? ايه بيولوجي وكيمستري كاريرين يعني. انت ليه ما بتدرس بيولوجي طيب? ما هو انا عشان انا انا مبعبش اعمل حاجة ما بحبهاش يعني انا ممكن اتحط في حاجة ما بحبهاش اوكي بس اكمل فيها حياتي هتبقى الحر صعب. يعني انا عدت اسبوع انا فاكر تاني اسبوع في الكلية كان في دكتور دخل قاله اللي مش حابب الكلية يمشي. مش هيحبه. انت لو قعدت عشرة ايام وما حبتهاش انت خلاص مش. فانا قعدت مع نفسي قلت خلاص يعني انا راضيتهم في البيت وده كان مطلوب بالنسبالي. فانا اموت نفسي عشان اعدي السنين بقى بقية. في نفس الوقت انا مش هشتغل حاجة انا حبيبة. طيب. قل لي بقى انت هتشتغل ازاي? بس يعني خلينا برضو لان انا كلامي واضح يعني في الكلام. انا عارف. انا عارف. انت طبعا عارف. عارف طبعا. ناس سمعت البودكاست وعارف. قل لي بقى انت عملت ازاي ان انت يبقى كريرك مدرس بعد كده بشكل اوانا بالزبط. انا اكيد ربنا ساعدني كتير يعني كان فيه توفيق كبير في الوقت وكورونا والكلام ده كل. انا كملت في الشغل عادي. فتقريبا وانا في تالتة في الكلية كان الكورونا جدت. قبل كورونا انا كنت وكد اذن من المستر ان انا الطلاب الدعاف اقعد معاه. ازاي اشرح لهم. بالزبط. بس طبعا ببرميشن منه يعني هو اللي قايل لي يعني اصلا انا انا في الاول كنت لأ يعني ما عودش مع حد لما رجع له او كده هو اللي قايل لي في فلان فلان بدأت ببنت واحدة. بعد كده البنت جابت حد. فالحد التاني ده مش هيبه مع المستر. فانا بقيت استأذر المستر. طب قول لي اعمل ايه. الورق. الحاجة يعني. فبرجع له في كل الخطوات وهو كان بيجايد معي يعني. كان بيساعدك. جدا. لحد ما مرة واحدة الكورونا جت. روح حلوة جدا خد بالك دي. جدا. مش سهل ان انت تلاقيه. جدا. وقصر الطريق عليا فدي حاجة انا متعلمها يعني ان احنا ممكن نقصر طريق كتير على بعض. لحد ما جت كورونا فكل قاعد في البيت. فما فيش اصلا سنتر ولا في حاجة. فمرة واحدة المستر ما هو يعني كل في الكورونا الناس اللي ما كانتش متابعة اونلاين او بتعمل اونلاين. الطلاب بتقصرك جامد يعني. طلاب كانت عالفاني. لان انت عملت اونلاين. عملت اونلاين في البيت. انا كنت بصور بالموبايل بستند وبس هنا اقعد على المكتب كده في البيت وخلاص. وعملت كنات يوتيوب. اه كنات اليوتيوب جات متأخر. تمام. خلينا زي ما احنا في الترتيب. اه انا عملت كده على الفيسبوك. انا كنت فاكر ان دلوقتي ده كان في حظر تقريبا. اه 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 تمام. فكان بعد الحظر ده بالليل بعد العيشة كده اعمل على الفيسبوك مسلا. فلاقي كتير من الطلاب اللي مع المستر بيعملوا منشن لطلاب تانية. دي اللي بتبقى بالنسبة لي فرحة يعني. لو انا طلاب المستر اوتوماتيك هم عارفيني. وانا كنت مميز في المدرسة. فمعروف ان ده شاطر. ففي ناس عارفاني اصلا من المدرسة. مش من ال. فمرة واحدة لقيت فيه طلاب كتيرة جديدة. وطلاب مش من شبر بس. فبيعملوا منشن وبيتقلوا يتفرجوا. والحاجة اللي بتتقدم هي. الكاميرا كانت بتبقى متوجهة علي. بس انا انا اللي بكرق الأسئلة هو انا اللي بقول إجابات. يعني انا ما كانش. مفيش شرحة حتى. مفيش. مفيش آيباد. مفيش لسه التكنولوج دي يعني. فالحاجات كانت عادية. فلما لقيت احنا كنا في شهر اتنين تقريبا في كرونا او في تلاتة. تلاتة تلاتة. صح كلا? بلس اشهر مارس. بالزبط او. فانا على شهر اربعة ابتدت صحابي تتابع. ففي ناس بقى ابتدت تتطوع من صحابي احنا. قل لنا هتعمل ايه? وهنعملولك باوربوينت. اه. يعني قل لنا فضلنا دماجك انت مثلا هتحل امتحان اتنين. واحنا هنعمل لك باوربوينت وانت. عشان نخرج الموضوع بشكل افضل. بشكل افضل واشيك يعني عشان شكل كده الموضوع ايه? فانا وفقت على الحوار ده وفي نفس الوقت كملت في اللايف. انا كنت بحب باللايف عشان. الانتر. بالزبط. اكشن مع طولاب. بالزبط اه يعني. في حاجة لايف كده بتحصل فدي بالنسبة لي بتبقى احسن يعني. مم. فحوار باوربوينت فات جدا. حلت امتحانات كتير. اه يعني توفيق من ربنا ان في حاجات كتير من اللي احنا من اللي اتحلت اه جات في الامتحان وفيه طولاب تلعت اوائل وكانت مقفلة انجلش. فهم اتكلموا حلو جدا بقى ايه? يعني عليا والكلام ده كله. فالسنة. كنت في سنة تالتة. تالتة. فالسنة اللي بعديها رابعة بقى بدأت. اه قررت ان انا اتجاه في يعني اخد الطريق بس برايفت مش في. مش سنتر. ان انا كنت ممكن اروح لسنتر في يقول لي انت يعني لسه. انت كنت ممكن تروح ولا رحت فعلا وقابلت صحيح. لا رحت. فاللوه لسه وانت. انا اسألك على الموضوع ده بس يكمل يعني. رحت. بس اللي هو انت لسه وبعدين انا كنت بروح ان انا عايز اشتغل تالتة. يعني مش بجيب سيريس اولى ولا تاني. انا عايز اشتغل مع طالب تالتة. فاللوه دي بالنسبة لصاحب السنتر اللي هو انت. انت مين يا ابني. او بالزفط. لو انت مين وبعدين اشتغل. اللي يقول لك اشتغل اعدادي. طب ما تشتغل اولى سانوي. طب انا انا حاببة اشتغل ده لان انا نجحت بدا فانا حبيت اكد الكرير ده يعني. فالشغلة طبعا الرايفت صعب لان مفيش ناس تقول لحد عليك. لان ابتدت ان انا قعدت من شغلة الاسيستنت يعني. فكلاص مفيش حد بيشوفني. في الكعفة اللي عرفيا اني. وليلين. وليلين. صحابة كوية ممكن لسه في مدرسة كده. وخبالك انت لسه في سنة رابعة. بالزبط. وصعبة. يعني. دايما سنة رابعة هي اصعب سنة. بالزبط. عشان كده اللي بيتخرجوا بيفرحوا اوي. بس فخلصت يعني جالي كزا طالب فعملنا كزا جروب. فكنت انا بحافظ ان الجروب ميزيتش عن اربع او خمس طلاب ماكسموم يعني. فاشتغلت بقى الفترة دي كتير. لحد ما الموعيد دي. كنت انا بزبط مسلا بخلص ساعة ثلاثة. غشتغل من ثلاثة لحد عشر بالليل مسلا. في البيت. يعني مع طلاب في البيت. لحد ما مرة واحدة كنت نفسي عمل امتحان شامل. فعشان اعمل امتحان شامل لازم اروح لسنتر. روحت بقى بالطلاب بتوعي انا لسنتر. حلو. معلش بقى السنتر ده في شبرة. اه. اكتول اسمه. اه انا حاليا شغال في يعني شغال في سنتر الف. بس فبدأت بقى في السنتر وكملت الحد دلوقتي دي السنة التالتة المفروض ان شاء الله. طب قولي بقى انت دلوقتي اه فين السنتر مرحلة السنتر. مش هتقول اسميهم يعني. بس ايه السنتر اللي انت تعاملت معها ورفضتك. الطريقة بتاعة الرفض يعني. يعني ممكن انا اترفضت الاول في سنتر كان في الجيزة. كنت انا وانا شغال في رابعة كان معي زميلة داية في الكلية هي سكنة في الجيزة. فكنت بدي اختها ومجموعة بنات معاها يعني. فالمجموعة كبرت على اكل السنة. بقيت مثلا حوالي 15 طالب او كده. فروحت سنتر معين في الجيزة. قال لي لأ في مستر هنا فمش هينفع ان انت. فقلت له دول طلابي يعني معي انا مش محتاج دعاية من السنتر انا هنزل يعني يعني. انا بأتجر مكان. بالزبط. فكان في رفض يعني. فالمساطفة ان السنتر دا كلمني بعديها يعني. اه. اللي هينبعد كده لفت. بالزبط اه. فاحنا افتكرنا موقف سواء خدناه اللي هو هزار يعني فورفان بس. بس انت خدتها فورفان. انا خدتها نبسطت بصراحة. ايوة. يعني كنت. اه بزبط. انا متخيل اللحظة دي يعني. بالزبط. انا هونت بتتصلوا بي تادي وكده. اه مش مش فكرة كده. بس فكرة ان انت اتشفت يعني. الحاجة خلاص زهرت يعني. اذا الموضوع وضح ان انت اللي كلمتني. فانا. بس انا مش من الناس اللي هي بتقفل. ممكن انا مرن يعني. نقعد نفهم دماغ بعض. فلاين في التعامل يعني. وممكن يكون برضو التاني كان مجبر. لان في مدرسين كتير بيحطوا الرولز دي. بالزبط. انا لما اشتجلت في الكارير عرفت ان لأ يعني. والسنتر في وقت من الاوقات بيبقى. دي دي رولز المكان يعني. دي من الكواعد بتاعت المكان. مش رولز المكان. دي طبيعة الاتفاق. بالزبط. ما بين المدرس ده والسنتر. احنا طرفين واللي بنتفق عليه بيتاني. انما انما السنتر لو كان عليه عايز كل الناس تدخل عنده. بالزبط. ودي حقيقة. طيب دلوقتي ده خلصنا سنة رابعة وانجحنا. مم. وتخرجنا. والبيت بدأ يشوفك مدرس. بالزبط. لوصف لي بقى الحالة دي كده. هو الحالة دي هم مبسوطين. وفي نفس الوقت يعني هم حاسين ان انت. ان هم يعني في الاول كانوا مفروض دي. اه عندهم حاسين بالزنب شوية. بالزبط اه. اللي هو لا. يعني انت كان عندك حق في الاول. يعني انت كنت شايف الوضع الاول كان اسهل ليك. لان انت برضو ستيل انت كنت بتروح بتعمل حاجة انت مش بتحبه. مم. يعني كنت بتقضي يا وقتك في الكلية. انت كنت انا عامل بني ادم المكس ده اللي هو ست ساعات بتاع الصبح انت مش طيق نفسك. بعد كده بتبدأ تفك اول ما بتحط رجلك في في الشغل يعني. والله احنا لازم نتكلم الاهالي في الموضوع ده. ودي انا بحاول ان انا اعملها مع كل طالب. يقول لي مسلا ان انا عايز ايبقى مهندس. لا يعني شوف انت. او جير برضو دي ودي كانت مشكلة. لو حسيت ان انت دخلت مكان مش مناسبك. يعني مفيش مشكلة ان انت شوفت. بالزبط. هو حتى لو انت كنت دخلت صيدالة. تمام. بالزبط. احنا عايزين ابننا صيدالي. ولا عايزين ابننا مدرس. عايزين ابننا مدرس ناجح. ولا صيدالي عادي. بالزبط. ولا بني ادم ناجح عمتا. ايا كان هو شغال ايه. لا بس خاني اتكلم هنا بمسميات الوظيفة باعتبر راح منتكلم على الكليات. بالزبط. صيدالي عادي ولا مدرس ناجح? بالزبط ايوة. او مدرس عادي وممكن يبقى مهندس ناجح مثلا. فايا كان النجاح في المجال نفسه اللي بيحدده صعب بيبقى الاهل يعني. بيبقى الطالب نفسه. طيب احنا عايزين نعرف النتيجة طبعا كلية علوم شهادة ماركونة في البيت زيرو بيزنس. لا طبيعة ولا كاميا. نشزعها. طب ازاي بقى هنبقى مدرسين انجليزي لان كده طبعا. بالزبط. انا شغال حاليا في التاريخ الاكاديميك. ان انا يعني اخد حاجة. اقولي الموضوع ده بالتفصيل. او يعني. عشان مختلفش معي. مقدم على تربوي فيه كورس كده كان اسمه ترين زي ترينر. ده كورس اونلاين. ده لي علاقة بين تدري يعني ان تبقى وفي القاعة وتتعامل مع الطلاب والكلام ده كله. ده كنت خدت انا اصلا من فترة. خدت كزا كورس كتير اونلاين في حورة وازاي تتعامل مع البشر والكلام ده كله. لا هو ترين زي ترينر ده اللي هو يعادل التربوي. بالزبط. بس انا هيخد برضو للتربوي. تمام. بس فيه حاجة دلوقتي غير تربوي خالص. ان انت اصلا مش انجليزي. ما بالزبط. دي انا شجل فيها بقى. انا عايز اعرف دي لان دي مهمة خبالك لان يعني. فيه شهادة اسمها سلتة. دي سيرتيفايد ان انت الدريس انجليش في اي دولة. اي حد مش مش ناطق بالانجليزي. بالزبط. لاي دولة تانية مش ناطقها بالانجليزي. اه. فانا شجل فيها حاليا. هي بس مشكلتها معي كانت كانت وقتها السنة اللي فاتت. بس قضت على. الف مبروك يا سيد. الله يبرك في حضرتها. فدي قضت شوية على الحاجات اللي كنت عايز عملها يعني. فهي السنة دي ان شاء الله. يعني الجواز قضى. بس. على الحاجات اللي انت كنت عايز تعملها. لا. هو اللي بيقول اقولش حاجة. بس فشجل فيها حاليا يعني يعني الشهادة السلتة دي. بس انا مع رأي حضرتك انها لازم حاجة اكاديمك. لا لا قص. انا خليني بس اكون واضح معاك. انا ساعت كنت بقى بالناس. طبيعة كليتهم بتؤهلهم لتدريس المادة. بالزبط. بس هو مش مدرس. يبقى هي مشكلته في الايه? في التربوي بس. ودي سهل اياخد تربوي. لكن انت من البداية انت اصلا راجل مش مش لغة انجليزية. فده ممكن يتخذ عليك. بالزبط. عشان كده عايزك توضح. انا يعني وفي كورسات اصلا انا كنت كتاف سنة. يعني انا كنت واصل خلصت تقريبا الكورس في الايو سي. لا بص الكورسات حاجة. بالزبط. السلطة. السلطة. دي مهمة. مهمة. لان دي في الاخر دي بتؤهلك انك تشرح انجليش اصلا لايحد في العالم. بالزبط. ما دي دي اللي في دماغي حاليا يعني. دي اللي احنا شغالين فيها. دي اللي احنا شغالين فيها. اه. بس. وممكن وقت ما الحلقة دي تنزل تكون انت. ان شاء الله بخلصتها يعني. تكون خلصتها اه يعني. بس. نصور قبلها فترة. اه. لكنك حتة اكادمك يعني انا في رأي كتير. ما عارف رأي حضرتك طبعا. ان لازم اللي يقف يبقى عنده يعني حاجة. يكون دارس تربوي. بالزبط. بس انا برضو عندي رأي تاني في جزء تاني يعني. فضل. لازم المدارس الاكاديمي برضو. مش كل المدارسين اللي كالجين تربية. او اللي احنا بنشوفهم في الجماعات المؤيدين. بيعرفوا يتواصلوا مع الطالبة. مظبوط. فدي مشكلة بتواجهنا احنا هنا يعني. احنا هنا مفيش كلية بتأهلك او بتديلك soft skills للتعامل مع مع الطالب نفسه. بيبقى تحت مسمى تدريب عملي. طب مع اوتوماتيك احنا كلنا كاسيستنت اللي معانا او مع اي مدرس ما بيتدربوا عملي. بس في حاجات تانية يعني ازاي تتكلم. دي حاجات انا بشوفها ان هي بتبقى ناقصة يعني. في ناس كتير. فدي اللي انا بحاول كنت اشتغل عليها قبل التربوي. بص انا ازا اقولك على حاجة. هو العكس غير صحيح. يعني ايه? مش معنى ان انا خط تربوي او ان انا خريكو ليه التربية فانا مدرس الشاطر. بالزبط. هو انا يحق ليه ان اكون مدرس. بالزبط كده. تمام? مش معنى انا خريكو ليه تهندسة هبقى مهندس الشاطر. بالزبط. بس يحق ليه ان انا. بس يحق ليه ان انا مارز. فانا بتكلم هنا على الاحقية. بالزبط. اما الكفاءة. السوق بيفرز. بالزبط ايبا. تمام? انا ممكن اطلع لك رخصة قيادة. في سنوات. واتعش تسوق. صح. احيانا بيحصل يعني. صح. تمام? مين اللي هيحكم? السوق بقى والمشارع والدنيا هتحكم لما انت هتسمع عشي تمتك بالاب والامع يعني. بالزبط. فهو المجال اللي احنا فيه كمان هو قايم ان الطالب بيختار الطالب مش مجبر. المنافسة شارسة كمان. بالزبط. منافسة شارسة جدا جدا. والواحد لو ما اطورش نفسه. بالزبط. لو ما تعلمش خلاص يعني لو تكر ان هو كده اقفل اللعبة او انها كده متعلم كل حاجة. اليوم احنا بنذاكر زي الطالب يعني. انا دا دايما. خاصة في النظام الجديد. طبعا. بصة مش هقدر اقول انت درست في النظام القديم قوي لانت كنت في طالب اكتر. بالزبط انا بالنسبة لي النظام الجديد هو يعني. انطلاقتك يعني. بالزبط. انت حاسس النظام الجديد افضل? مش هقول افضل ولا اسوأ. ده سؤال كليشي جدا. بس هو افضل في ايه? او انا كمدرس الاول دلوقتي. طبعا. كتعامل انا بشوف ان هو افضل. افضل في حتة ان بيقفل فكرة ان فيه number one في مادة مثلا. يعني احنا كل سنة بنشوف فيه جديد. يعني كل سنة بيظهر على اليوتيوب حد وبيختفي حد. لا على مستوى المدرسين تقصد يعني. بالزبط. بيظهر حد وبيختفي حد. ففيه حد بيبقى فاكر ان اللعبة خلاص اتقفلت او خلاص انا وصلت الاحسن مرحلة فما بيتورش من نفسه. فلا لو ما طورتش من نفسك هو المنهج اوتوماتيك مش مش زي زمان. يعني زمان انا كنت معتقد ان الطالب انت حفزت الكتاب فانت هتقفل. فانا بقعد اقول للطلاب انا لو كنت على ايامهم في النظام الجديد انا عمري ما هجيبه 93 في المية دي. يعني هتبقى صعبة. اقمى احنا متفقين ده. بالزبط. بدليل ان الاول ما بيجيبش 93 احيانا. بالزبط. فهي دي لأ احنا كنا بنتعلم اه احنا كان بالنسبة لنا بنشوف مدرس شاطر بس في ناس كنا بتشوف ملزمة شاطرة. يعني ملزمة هي بتاعت الامتحان. الفكرة دي تلاجت دلوقتي يعني دلوقتي لأ. حلو المصطلح ده. بالزبط. عجبني المصطلح ده. كنا زمان بنشوف مدرس شاطر. وكان فيه زمان حاجة اسمها ملزمة شاطر. بالزبط. لان المدرس الشاطر فضل مكمل. اه. لكن الملزمة لو هي اللي كانت شاطرة بس فهي اوتوماتيك هتتجاير مع تجيير منهج مع تجيير الاسئلة مع تجيير كل. فانا كان بالنسبة لي للحوار يعني انا حتى شايف ان لو النزام القديم كان كامل انا ما كنتش هعرف. اواجه ناس موجودة في السوق. لأ هم بقى لهم عدد سنين يخد الكتاب بتاعهم مسيطر. او الملزمة بتاعتهم بيجي منها الامتحان. فانت هتروح فين من الناس دي. لكن دلوقتي بقيت انت بتذاكر وجارك بيذاكر. فالحوار بالاجتهاد اكتر يعني. طب على مستوى التعليم نفسه بقى. على مستوى التعليم والطالب انا شايفها افضل يعني. افضل في حاجات كتير. افضل في اه انت برضو يعني اكيد في حفظ. ما فيش انا ضد فكرة ان ما فيش حاجة اسمها فهمة بس وحفظ بس. لأ هو ده بيكدم على ده. اكليست في اللغة لازم احفظ كلمات? بالزبط. ولازم انت دلوقتي بقيت داكل الامتحان. مش بعدد ساعات اللي انت فرمت فيها الكتاب. هو انا ذكرت وفهمت قدي. يعني فيه طالب اكيد بيقابلنا وبيقابل حضرتك. طالب بيبقاعد زكي مركز في المحاضرة. هو بيحتاج مجهود قليل في البيت. يعني الطالب لو فهمه عالي. هو بيبقاعد مركز بتعتمد على التركيز اكتر. فهو محتاج في البيت مجهود اقل. هيجيب نتيجة افضل. قبل كده كان لا. كل الطلاب محتاجة فرم الكتاب 24 ساعة من الجلدة للجلدة عشان تجيب نتيجة. الفكرة بقيت دلوقتي الكواليتي. الكواليتي. كواليتي وازاي تنظم وقتك. يعني دي دي مهمة جدا. ازاي الوقت ده ما ما يسرقكش. وازاي انت تبقى فيه ناس بتحسبها اللي هو يا مستر انا ذكرت 8 ساعات النهاردة فأنا كده هعمل هي. لا هي مش. انت ممكن تذاكر 8 ساعات غلط. انت ممكن تذاكر 8 ساعات فيزيكس. بالزبط. وتكون انت عم حميد. زاكر 20 ساعة بقى. بالزبط فانت ممكن تذاكر 8 ساعات غلط لكن دلوقتي لا. هو لازم القاعدة ولازم الحل ولازم التدريب. بيلجي فكرة ان انت تبقى مطلقي بس يعني انت لازم تشارك المستر. مفيش طالب مفيش مدرس بينجح لوحده. انت بتشارك المستر والمستر بيشاركك فالحوار دلوقتي بقى يعني فيه اجتهد اكتر. فانا سنك القريب مع الطلاب دلوقتي. كان عامل مشكلة في الاول جامد. اه ايه الموضوع ده? لأ انا قابلت مواقف كتير في البيت بقى اللي هو ده المستر. طب يعني انا فما كانش لسه بقى في. لسه احنا بقى احنا في سنة ربعة لسه. بالزبط اه فهو ده المستر. بعدين انا لو رايح مسلا مش حلق دقني او حاجة. او لو رايح سوري يعني سايب دقني حلقة دقني مسلا او حاجة. حالق دقني. اه. شكلك صغير خالص بقى. لأ دق خلاص بقى. فين المستر لسه مجيش المستر. فالحوار ده يعني في الاول بس هو ليه جانب تاني حلوة. من الوقت طلاب بتحب تحكي لك يعني بتحب تكلمك عن المشاكل اللي بتقابلها بتحسك ان انت صاحبهم يعني. بس هو لازم تلمت. يعني تلمت اللي هو وقت الحصة. لأ يعني فيه فرق وبره الحصة برضو فيه فرق. دي حاجة انا حاولت ان انا ازبطها يعني قدر الامكان. اه احنا صحابه كل حاجة بس مش كل حاجة بتتحكي ومش كل حاجة بتتقال. مش كل وقت. مش كل وقت. اهم حاجة. فيه اوقات اها يعني المادة هي اللي بتجلب. مش الهزار مش الضحك. انا بطبعي برضو مش مش فاني قوي يعني. هو انت طيب قوي كده فالحصة. هم يقولوا بقى. لا انت اقول انا عايز انا والله بجد عندي فضول عايز اعرف. يعني انا هادي مش بحب انا عشان اتعصب بيبقى في حاجة اوفر حصلت استفزتني يعني. لا اقول لي ايه بيعصبك. اصلا حصك يعني بص ايه انت انت بتغلب واحد كده في. لا لا هو في حاجة داني. استر محمود صح? اه. لا استر محمود حبيبي. مود مجدي في الحلقة بتاعته. رايق. رايق. هو كودوا بتاعتي في الرواقان بصراح. هو بصراحة ده حس ان هو اخد شحنة الرواقان كلها لنفسه وطمع فيها والبوائي كده وضعك كم. خلاص اه بزر. فانا بحب لا اللي هو اتعامل بهدوء. يعني اللي يستفزني او جوه القاعة ممكن تحصل حاجة كتير. ايه بيعصبك? اقول لي حاجة بتاع. الصوت الكراسي ده مريب بالنسبة لي في القاعة. صوت ان الطالب بيدخل فيحرق كرسي في ده بيضيقني مسلا. انه تزيئة الكرسي وهو بتحرق كده. اه او حد يرفع ايده فانت توقف الشرح في تليبيا سأل عالتكييف مسلا. ده برضو. لا يا مستر انت زال فل بس هو جوه حار. جوه حار اه اه او التكييف فخلاص نقفله. اه. فدي لأ دي حاجات اللي يكن. نفسلك. بالزبط. دي طبعا ما اشتغلت في السنتر في البيت ما كانش فيه. اه طبعا. كانت الدنيا تمام فكت الحصة بتوقع يعني بتبدأ وتعدي في هدوء. لكن انا ان الطالب يعيد جزئية او حاجة انا حد صبور يعني. لا لا بتعدي جزئية ده شغلك. يعني ده شغلنا كلنا اكل عشنا يعني. بالزبط. انت مش فاهم انا شغلتي انا فهمك. بالزبط ايو بالزبط. وانا بطبعي صبور فدي ساعدتني جامد في الحوار. لو في ناس بتتعب عشان تعمل الحتة دي يعني برضو بتبقى ملكات يعني مش كل الناس عندها كل ان هو يستحمل سؤال واتنين وتلاتة. فانا كنت صبور. بس انت مرة وصلت لطالب انه مش فاهم فخلاص يا ابني بص العيفية. اه حصلت. حصلت اول ما بدأت خالص. لو خلاص انا عدت حاجة تقريبا انا ما بحبش اقول لحد كود دي احفظ يعني. انا بفاهمك بفاهمك فانت خلاص احفظه. يعني لو لما يقست خلاص معاك خلاص انت مفيش اوبشن يعني. بس دي كانت اتاول مع. في البداياتك يعني. في البدايات خالص اه. طب اه عايز ارجع بقى مش عايز انا عايز اكمل شغلي في الموضوع بتاع الدروس ودخلت سنتر ازاي والكلام ده بس عايز افصل شوية من القصة دي وممكن اسألك على بمنك جوزت يعني. اتعرفت بقى على امراتك ازاي. هي دي الحسنة بتاعت الكلية. اه من الكلية. اه اه. هي قدك في سنة. اه. طب احكي لي. هي. انا عايز اول تعارف. اول تعارف. ازاي بقى هي معك في القسم ولا قسم تاني. اه في نفس القسم. احنا كنا قليلين يعني احنا عوالي تلاتين طالب اربعين طالب في القسم في اوتوماتيك كله. كله عارف بعضه. اه. بالزبط. واني بقى الله حصل. انا كنت الولد المنطوي اللي هو ده مش طيقنا. يعني انا بروح بعمل الكلاص الشغلي مطلوب مني وبستأزم بدري فما فيش مجالة ان انا نعط. انتروفرت في نفسك كده. اه. ما فيش مجالة ان انا مسلا نعط في الكافيتارية او حاجة بعد المحاضرة ما عرفش اسمها الكافيتاريات. مش فاضي اصلا. بالزبط. اه فهو ظهر للناس ان ده شغال شغلانة مهمة. يعني شغال شغلانة خلاص ده بقى جاي على يعني مش طيقنا. فاللوه حتى لو فيه امتحان وانا اللي امتحان لازم اسلم الساعة اثنين مسلا ان انا عند شغل بسلم بدري. وبامشي. وبامشي. فاللوه ما فيش مجالة ان انا اعرف حد صحابي الولاد والبنات جوه السيكشن يعني تعاملنا في اديق الحدود يعني. فهي كانت شخصيتها الشبهي شوية. اتنين انتروفرت تتعرفه على بعد. احكيلي ازاي. اتنين انتوا وايين. انا بقيت حد اللي هو مالوش شلة كبيرة انا بحب كده يعني بحب اللي هو البنيادم انت تبقى مقفوق يعني تكليني اتعب عشان اعرفك. ما تبقاش. يا عم ماشي انا هيزا اعرف الاكشن الاول ده حصل ازاي? اه الاكشن الاول حصل في المعمل اللي هو عرفتها. في المعمل. اه. بس عرفتها كلاص. حصل التفاعل. اه. اشتغلنا سوا يعني كان التقسيمة بحنا بيبقى فيك يعني تقسيمة كده الدكتور بيقسمها لنا ان فلان يشتغل مع فلان وكده. فحنا اشتغلنا سوا. فعرفنا بعض. فها كانت شطرة جدا بسرعة. فبقيت هي بقى العنصر اللي هو ده اللي بيديني ملازم او الورق اللي بتكتبه اللي بييجي منه الامتحان. الامتحان. اه. فده طبعا بالنسبة لنا كنز. ان هو انا اصلا يعني. مبروحش. مبروحش. وبعدين انا عشان اذاكر بالكتاب بيبقى حوالي تلتمئة ربعمية ورقة. فانا عايز حاجة ملقص. يعني الحكاية بدأت معرفة مصلحة. مسلا. بس فاتعرفنا يعني. فبقيت انا على طول اتواصل معايها كل الكلام بقى بخصوص الدراسة عرفت اكتر عن الشغل. في وقت كورونا بقى كانت هي اكتر حد في حوار ان لأ يعني انت شاطر في اللي انت بتقدمه. لان دي كانت اول مرة هم يشوفوا الحاجات اللي انا بعمل. بسمعوك بقى. بالضبط. بالضبط. هما فالطول بيسمعوه ان انا شغال كده. لكن هما كانوا اكتر فترة بصراحة اكتر صبورت ليا. صحابي عمتا وهي في الكل. لانا ما طلعتش بكلها من حد تاني يعني. قلناش دعا بصحابك دلوقت. اه هي. خلينا بس في اه. هي كانت اكتر صبورت ليا في الفترة دي يعني. اللي هو يكمل ويجو اون بعد كده بقى ابتدت الحوار لما بدأت اخد الكلاص بقى انا في سنة الرابعة انا بالضبط. اه احنا عادي فاول ما قلت اترفضت في. لأ ثانية بس دي ما تعدهاش كده. ماشي. احنا لسه اصحاب. اه. حلو. وبصانة الرابعة. حلو. انا قلت قابليها بترمي يعني. بتالتة الترمي التاني. اللي هو بتاع الكورونا ده. ترحت تقولت لها في الكورونا انا قابليها. اه. ايه اللي حصل بقى? اه رفضت يعني. قلت لك ايه? اه قلت لي. لا 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 انت قلت لها ايه? اه. انا قلت بالنص. اه انا قلت بالنص ان انا يعني مواجب بيكي وبحبك وكده. وكلام بقى اللي هو بتاع الشباب احنا نرتبط. من بلسه شباب عادي ممكن تقوله تاني. اه بالضبط اللي هو احنا نرتبط والكلام ده. فهي لا الفكرة مرفوضة. كلام ده يبقى في البيت ومش دلوقتي. تمام. هي رفض التوقيت. بالضبط. لكن انا يعني الاكشن بتاعها ما خلنيش اعرف هي شايفاني ايه? يعني اللي هو. فبعدية لقيت ان احنا منتكلم. فعرفت ان هي مش عايزة تخسرني كصاحب. اه. تلفت في الفريند زون يا عيني. ده جدا بقى. في نفس الوقت اللي هو خلاص. لا انت الهي البلان في دماغك بس انا صعب اروح اتقدم دلوقتي. لسه في الشغل كمان. في الشغل. والحياة صعبة بقى. ويجيل كده لو ما كانش الشغل او الحوار الظروف ساعدتني كده. لأ كان التقديم هيبقى بالنسبة لي كمان. لأ حبة حلوين يعني. لو ممكن. التقدم مش التقديم. اه. تقديم ايه? بالضبط. التقديم على الشحين كلية. اه يعني ان انا اروح البيت. لأ هقعد حبة حلوين يعني. فانا شلت يعني مش شلت الحوار بس قلت لأ كلا صار. انا كده مش مش حاضط نصيف فكالينا ان احنا صحاب. يعني لمدة مش معروفة. بالضبط. انا بتابع كده اللي بيحصل بس لأ انا عارف ان كده. بس لسا بنتكلم وكله تمام. كله تمام وصحاب. وصحاب اكتر من الاول بقى. اه. تقديم ايه تزبط لي الموعيد. لأ مثلا انا عندي موعيد جروبات واحد واثنين وتلاتة. فخلاص انت. النهاردة خلاص الساعة كزا وكده. وفي بكرة ساكشن الساعة كزا. بقى بشكل. بالزبط. بشكل اه. بالزبط. لحد ما الدنيا في الترم التاني بتاع سنة ربعة. كنت انا اشهر لي بقى كويس. مش احسن حاجة. بصوة بقى كويس. فانا. هناخد الطلاب بقى وهننزل بهم كمان اه. نرجع لهم في سن ترم. بالزبط. فخلاص ابتدى للدنيا تبقى تمام. فانا قبل ما ارجع لها هي روحت لببيت. قلت لهم انا يعني. يعني. عايز اكد. اه. عايز اخد خطوة الكتوب. قالوا لك ايه. هو كله اتصعك يعني. لان انا ما مهبتش اصلا. اه. مفيش تمهيد. هو شايفين واحد بيشتغل وبيروح. وامتا يا ابني. بالزبط. لو بعدين امتا وازاي. وانت لسه بدري بقى كل الكلام ده. وانت. ده مش شغلي. يعني انت استهل الشغال معك كلية. ده بور طايم كده. انت مش مش وظيفة أساسية. فقلت لهم لا هو ريسك. بس انا يعني. في حد في دماجي. وانا. لو هو تمام انا هروح اتقدمي. لو مش تمام خلاص. انا هاجل الحوار بتاع الكتوبة والجواز ده البعدين. فروحت واتفقنا ان احنا نتكتب تلات سنين. استنى. ماشي. استنى. الوقت احنا رايح تقول لها التاني مرة. اه. فيا بقى المرات دي بقى يعني الاستقبال كان حالو. اه. طب ماشي يالله ماشي. اه. خد رقم بابا. اه بالزبط. خدت رقم اخوها وروحت وكده. حددت معا معا تسعة تمانية. حددنا واتفقت وكده. وبس كان عندي مشكلة مع اخوان نازم الكاوي بس. لأ ثواني بس. واحدة واحدة. طب. تكلمت اخوه. لسه البابا. باباها امامتها ما يعرفوش. هو والدها متوفي. اه تمام معرفش. فكلمت اخوها كبير. مم. وبعد كده يعني حددت معا معا عاد. وروحت اعادت معا. وروحت اعادت الوحدي الاول. اه. اللي هو قعدت التعارف. تعارف اللي في الاول. بالزبط يعني ارتحنا لبعض وبعد كده بقى جبت البيت عندي وروحنا. واتفقنا على ثلاث سنين. ثلاث سنين. واحدة. بس انا ما عدتش ثلاث سنين يعني. انا عدت. اه تمام. تمام. عدت سنة وشهر. او سنة وشهرين بالزبط. اوه برضو بالنسبة. دروس فلوسها حلوة برضو. اوه. الحمد لله يعني لدانيا كانت تمام. هي كان وشها حلوة برضو. ربا نفتح عليك بقى. بالزبط. بقى في بقى قناة اليوتيوب والشغل وتعرفت اكتر. قناة اليوتيوب اه زهرت امتى? بعد الخطوبة. هي قبل الخطوبة بشوية. بعد دفعة كورونا. حلو. يعني انا طول الحاجات اللي كنتم بعملها لدفعة كورونا هي بتظهر لي في مامرس فيسبوك بس. انا ما نزلتش حاجة يوتيوب. ما كانش لسه عندي قناة. كان معي اتنين طلاب توقم. بياردوا معي في الدفعة دي. وهم شاطرين في الميديا والكلام ده. فهم اللي قالوا لي. احنا هنسيتها بالقناة. هم اللي عملوا القناة بالباسورد بكل حاجة. قالوا لي الاسم بس. فقلت لهم فول مارك انجلش. ده اسم حلو. انا مش عايزة اتبقى بالاسم بتاعي يعني. طمان. عايزي بقى اسم حاجة كده. مش مش اسم لاي انا بس. قالوا لي تمام. فعملوا القناة بالباسورد بكل حاجة. وادوني بعد كده. قالوا لي يا مستر احنا لما نيجي نصور حاجة هنخليها على. على الشانل. اه. وبعدين. طبعا ابتديت بقى نزل مثلا الحل الواجب. فلاقيت ان بيجي لي كومنت مثلا او تعليق من حد انها بتابعك من سهاج او بتابعك من كفا. ده بالنسبة لي اللي هو. لا يعني هو. ايه يا جماعة ده في ايه? بالزبط. الشجل اه ده مش مش هيجيب الفلوس بتاعت السنتر. بس لا يعني مرضود وطحف. نفسيا فضيئة. فانا بقيت لا اي مراجعة عاملها اولى او تانية او تالتة انا هعملها على اليوتيوب. فانا اخذت للقرار ده. فصورت حصة دي كانت هي الترنينج بوينت يعني عملت فيها مراجعة قلت هيصور كل شرح الجرامر وحل عليه الف سؤال. دي محاضرة نقطة التحول. بالزبط. كل الجرامر وهتحل عليها الف سؤال. اوه هي مدتها كانت ست ساعات بس انا صورتها تقريبا على اسبوع يعني. فبرضو الادوات ما كانتش احسن حاجة في التصوير. في تعب شوية. لسه الشباب بدأ وانا لسه بادئ. فاحنا الاتنين يعني لسه طلعين احنا الاتنين مع بعض يعني. فسبت المحاضرة نزلت وانا ما كنتش عارف بها يعني تعمل سبونسر والكلام كله. انا عملت الكابشن. انا اللي بعمل الكابشن بنفسي. ورفعت الملزمة وكل حاجة وسبت المحاضرة. اسبوع لقيتها جابت خمسين الف مشاهدة. فده بالنسبة لي انا تنحت. رقم مرعب. اه. حبة في حبة لقيت وصلت مئة الف. فاحتفلت عمله ديزاين للمئة الف. مئة الف مشاهدة للفيديو. للفيديو. فالسنتر نفسه نزلت ديزاين. فانا بالنسبة لي كله شايف بقى النجاح. انا في الاول كنتش جاياه للسنتر مش شايف اليوتيوب. يعني هم ليهم شغل السنتر. فدلوقتي ابتدى كله يبص على اليوتيوب. سنتر كده ما انتلاقي بينط على نجاحة المدرسين اللي عادة. اي سنتر كده. بس فبعد كده عددت ربع مليون مشاهدة. لما السنة قفلت كنت انا يعني قبل المتحان كانت وصلت ربعمائة الف مشاهدة. فدي كان بالنسبة لي. الفيديو اللي انطلقها يعني. بالزبط. فهو ده ده اللي عرفني بقى بالطلبة. فالسنة اللي بعديها لقيت الفيديو ابتدى يبقى مرجع للطلاب اللي بياخدوا انجليش في الجماعات. يعني مسلا بيبقى في كلية اداب في انجليش. في علوم في التجارة بيبقى فيه سنة اللي هي فيها انجليش اللي هو بتاع الجرامر البايزيكس يعني. فعشان المنهج فيه ازمنا فالطلاب بترجع له. فكان بيجي لي كومنتات ان احنا طلاب في الكلية وبنتابع الفيديو. فده برضو خلانا سيب الفيديو لحد دلوقتي زي ما هو. وانت سايب مش هتشيله يعني هيروح. بالزبط اه. وهو ده الفيديو الوحيد يمكن اللي انا ممكن انا جربت اعمل سبونسر لفيديوهات تعنيه. بس الفيديو ده انا سبته كله زي ما هو. هي جد كده. يعني هو جد كده بكل حاجة. بصوا الكونتنت هو اللي بينجح. بالزبط. بالزبط. وجودة المحتوى هي. هي اللي بتنجح حاجة اللي بتنجح اي حاجة. بالزبط. اه وبتخلق الاستمرارية بعد كده. بالزبط اه. طيب احنا يعني بنتنقل ما بين الشغل والقناة وكده. احنا خلصنا سنة رابعة. اللي هي كانت سنة البرايفت وهتشتغل في سنتر. وانت بالك تلت سنين او اربع سنين شغال في سنتر. السنة الجاة يعني الرابعة من التالتة من البداية يعني. التالتة من البداية. طب اول سنة بقى كنت عندك حجوزات بقى بسنتر وكده. وانت راجل خاطب. بالزبط. ايه الدنيا بقى? اهو كان حجوزات بقى كمان من البداية اه راجل خاطب. بالنسبة لي انا الحوار جديد. ان انا يعني ببقى رايح عارف اصلا فيه كم طالب. ده بالنسبة لي انا في العادي كنت بروح خلاص انا رايح على مكان. وبعدين ان انا بقى قاعد في نفس المكان. والطلاب تمشي وتيجي. مش انا اللي اتنقل. ده برضو خلاني. اه لانك كنت قبل كده بتلف انت. اه انا عرفت المكان كله انا ما كنتش ما كنتش حد زي ما قلت الحراك في الاول كنت حد هادي فمش بتاع خروجات كتير. فانا دلوقتي خلاص انا لاي مكان فانا قاعد في الطالب اللي بيجي. فانا كنت عندي مبدأ كان برضو ده ضد البيت شوية. هما كنتوا شايفين ان انا يعني اخد الحوار بالراحة ارتاح اشتغل يومين مثلا او حاجة. فانا كنت شايف ان انا في كل يوم احط محضرة او اثنين. يعني لو معايا مثلا عدد اكس في الاكس ده ممكن يتقسم على محضرتين او على يومين. انا هقسمه على خمس محضرتين. انا عايز انزل اشتغل كل يوم. كل يوم. انا حابب ده. وحابب ان الطلاب في الاول بتيجي ان هما قاعدين مرتاحين وبيسمعو. وانا لسه يعني بادئ. لقيت الدنيا بتجبر مع مع الوقت الدنيا بتجبر. فانا برضو ستل شجال حالو كلام ده كله. بكدم على الكنوة. يعني الكنوة بصور موقفتش تصوير. يعني انا مرضيتش اوقف تصوير. كل ده مفيش منصة. المنصة دي السنة دي بس. اه. كل ده على اليوتيوب بس. اي واجب يا شباب. الواجب بينزل على اليوتيوب. يعني انا كنت السنتر والانلاين مكملين بعض. لحد ما فنشت السنة عادة ده انا ما كنتش متوقعه خالص. ما كانش في ادماجي. يعني خالص. بس. واستبقى طبعا اكيد الكلام اللي بيطلع طبعا في العادي. اللي هو في الاول ما بتطلع في ناس بتساعد وفي ناس تانية بتحاول ان هي ممكن يبقى عندها رأي ان انت مش متقصص او في ناس تانية بتبقى شايفة ان انت مش حقك تبقى واقف كده. خليني اقول لك بس. الناس دي موجودة وانا واحد منهم. بالزبط. تمام? وانت دلوقت بتهندل ده وضعك ده فخلاص. بالزبط. بس حتى لما هتكون راجل خريك كلية تربية حتى قسم انجلش وكل. كده كده الصعوبات موجودة. بالزبط. والصراع موجود والحقد موجود وكل ده موجود. ده طبيعي في الدون يا عمتة. ده اللي كنت هسألك فيه بقى. قبالك وانت مستخبي حاجة وانت جوا سنتر وليك اسمك وليك وضعك. هنا انت راسك طلعت من الرمل. بالزبط. بالزبط. قولي بقى عن الصعوبات بتاعت المرحلة دي. يعني اننا ممكن في دي الواحدة ممكن اتكلم معك ساعة. انا عارف وانت عارف يعني. اه طبع. تحكيلي يعني. هو زي ما قلت الحركة في الاول انا يعني ممكن احنا في منطقتنا كنا كتير مننا طلعوا بنفس السن يعني. بس انا مليش ستلصوا صحاب مدرسين يعني. اه. حتش عارفك لازملكش علاقات بالناس. انا صحابي اللي هم المدرسين بتوعي. اسات ذاتي. وانا رجعت لهم كلهم قبل ما اكد قطوة السنتر. يعني ارجعت لكله قبل ما اكد قطوة السنتر. اعمل ده ولا ما اعملش. كل واحد كان بيقولي رأيه. والقراء كانت ايه معظمها? الاراق كانت اعمل ده بس في نفس الوقت رأي حضرتك اللي هو يعني فيما بعد بص الحاجة يعني خلي الكرير بتاعك يبقى اكاديمك. بس انت لو شاطر في ده اعمل ده. تمام. اعمل ده انت هتتعب يعني. قاية اعمل ده بس انت يعني لو وصلت المرحلة سيئة انت معاك عدد كذا اكتفي. يعني ما تسحلش نفسك في الشغل وما تذكرش. يعني خلي نفسك. اه ده عشان النصيحة دي مرتبطة لك لسه في كلية. بالزمت. تمام. خليك هادي يعني. بس فاخدت بالنصيحة دي واشتجلت. فعلا الدنيا كانت تمام. وقعت واحدة القناة كانت بتجبر. فالسنة اللي فاتت مثلا احنا قفلنا القناة كانت 40 ألف تقريبا. او كانت 50 ألف. قفلت القناة كانت 50 ألف. فده بالنسبة لي احنا القناة كلها بقالها سنتين دلوقتي. فده كان نجاح يعني. نفس انت وصلت 100 ألف انا. ده دلوقتي. اه. يعني عادية المية كمان. اه 130 دلوقتي. ما شاء الله. فالحمدلله يعني فقلت انا متشاف في الدنيا تمام. فانا كنت كلاس اللي هو مكمل. بس مع قراء المدرسين. لو في عندي مشكلة كنت برجع لمدرسين بتوعي برضه. يعني انا استلمى ليه الصحاب في نفس سني في المجال. كل صحابي اللي في نفس سني فهم في كليات تانية. فانا في اي مشكلة اي حاجة كنت برجع لمدرسين اللي هما كانوا مدرسينك في الاساس. بالزبط كده. فبرجع هما بيدوني النصيحة برضو. انا بقعد مع البيت وكده. بس حاولت ان انا بقدر الامكان اللي كان شايل لي الدنيا كلها هو اخويا في الفترة دي يعني. هو اللي ماسك الشغل فهو هو العقل يعني زي ما بيقول. انا بتصرف ساعات كتير عاطفي. اه جدا. فهو لا بيحب يحكم عقله. هيقول لي لا ده الصح كذا. فانا يعني كان انا باخد الكرار بس انا عارف ان كراره الصح يعني. فكنت برجع اسمع منه وعمل الله بيقول عليه. فالدنيا مشيت تمام. وكان فيه بقى كتير. اصعب موقف. اصعب موقف ان فيه وقت كتير بيجي لك من طلاب ان فيه كلام كتير عليك مش هلو. يعني فيه كلام سلب كتير عليك بيتقال بقى. لا لا يعني سانة كمان وجتتك هتتعود عالكلام ده اسمع لني. انا وقتها بقى لما كنت مثلا باعد احكي مع اخويا. اخويا عائل زي ما بروح فالله ما تردش. وساعات احكي مع صحابي لا انت لازم تطلع ترد. اما انت اصلا يعني انت شاطر والطلاب بيجي عدوا معاك. فانت هيطلع تكلم وبتاع. فانا كنت باخد الكرير ده يعني باخد طريق سوري ان لو حد تكلم وحش انا بذكر عليه هو بس بالحلوة يعني. اه اه. يعني حد يقول لي فلان قال كذا خلاص ربنا معايا وربنا وفق انا معا. انت براحتك. انت تعالى الحصة انت براحتك. فانا الفترة دي كلها ما ما تكلمتش في اي نطاق بره الحصة. انا كنت بحاول مني ان انا الساعتين اللي بعودهم مع الطالب. مخرجش اصلا برا برا الاطار خالص. يعني كان فيه طلاب ممكن تبقى بتيجي الحصة عشان تسمع المستر هيرود يقول ايه. بالزبط. اه. هي اللي بتشعينها. انا عايز اقولك ان فيه مدرسين شغالين ده البزنس الاسي بتاعهم. بالزبط. ده اللي انا اكتشفته دلوقتي يعني. ده اللي انا اكتشفته مؤخرا كمان. فاللواء ده الطالب ده جاي. مش عشان الحصة. اهو جاي يسمع ان حضرتك حد قال عليك كزا. فانت فانت اصلا ما بتجيبش سيريد دي في الحصة. التيتشورس سين. مش الرب سين. بالزبط يعني دي حصة. فانا لو انا مش هجيب سيريد ده. اه. وانا في كل الوقت انا كنت معترف ان انا طالع اكيد كل الموجودين سبقني خبرة وكفاءة. فانا اي كلام على حد كبير بالسلب ده هيقصر علي انا. مش هيقصر عليه. بس ايه اكتر حاجة سمعتها دهيئتك اوي. اه كلام بقى ان ده طالع مع يعني فترة وهيقع. سنة وهيقع. او هي دي دفعة كورونا وبعد كده الدفعة يشتغل على حصة سنة وخلاص. بس اقولك الى حاجة اقولك الى حاجة. في مدارسين كتير ظهرت مع كورونا. دي حقيقة. تمام. ومدارسين دول مش كلهم هيكملوا. ومش كلهم كملوا. فاللي بيقول او توقعات مبنية على كده وانت في الاول هو في محله. صح. علينا بقى وعليك. ان انت تثبت عكس. انت تثبت عكس ده. وبالايه? وبالوقت. بالزبط. يعني لما النهاردة البودكاست ده لما ينزل. بعد اربع خمس سنين لما عود اتكلم معاك تاني في بودكاست تاني. ولا مش هتيجي لي بقى خلاص. يا باش انا هاجي لك كل سنة. وتقول لنا بقى ايك مجامد ووقتي ما يسمعش الجو ده. شرف حبيبا بس. لا لما نتكلم بعد كده تاني والله كمان تلات اربع سنين حتى لو مش بودكاست على حاجة. هنا بقى خلاص. هنا. انت صنعت التاريخ. بالزبط. تمام وديت دليل القاطع. كل الخطوة بتبع حسوبة بالزبط. فانت تمام. قول لي ده حصل مع الجواز. الاتنين السنة اللي انت كنت بتتجاوز فيها. انا كنت يعني كنت بدأت انا متجاوز كمسة وعشرين سبعة. فطبعا دي حجوزات سنوية مشكلة. اه. فانا يعني علاقتي بالسناتر بصحاب السناتر اللي انا فيها كلها كويسة يعني. فهم كلهم مسلا ممكن على الواتساب انت حاجزك وصل كذا دلوقتي. الطمن عريس. بالزبط. ايه. بنفس المسج دي كده. اللي هو الطمن انت الدنيا. فانا الارقام يعني مغدود. لان انا برضو مش حاطط. دي السنة بقى اللي هو المفروض السنة اللي بعد ما كورونا خلصت. وبعد ما الدفع اللي بعد كورونا خلصت. فانت يا هتثبت ان انت هتكمل. يا مش هتثبت ان انت. فخلاص يبقى الناس اللي تانية كلها عندها حق. فلاقيت لا الدنيا بداية تمام. فدي طبعا يعني انا ما عدت الشهر عسل شهر عسل. ان طبعا دي قلقتنا لان كلها بقى في. حجوزات وعدد. فانت لازم برضو استعد. بالزبط. وكل سنة بتبقى جديدة عليك في البداية. انت القاعة دي ما وقفتش قدامها قبل كده. العدد دي انت ما وقفتش قدامها قبل كده. فدي لقيها تحضير وديها ديها كصة يعني. طبعا. فانا خدت الحوار لقى تمام. الحمد لله السنة كانت كاملت. كانت برضو يعني عليا. والقفلة بتاعتها السنة دي الحمد لله الدنيا. انا. انا زاك تقول لي مشاعرك. وانت داخل المحاضرة. وعندك عدد كبير من الطلاب. قاعة مليانة. قاعة كبيرة. مش عايز اقول عدد يعني ربنا بس عليك يا رب. اول مرة. اول مرة وانت داخل ده كده. هو دايما دايما كان ساول سنتري يقول لي كليك جوه المكتب يعني ما. ما تخشش انا عارف. اه. بس انا ما بحبش. انا بحب بقى شايف اللي بيحصل. يعني حتى لو جوه مسلا بالكاميرا انا متابع اللي بيحصل. مم. وبحبش اتخد. يعني بشخصة بحبش المفاجهات عمتني يعني. ماشي بس. انا هدخل بقى. بس زبط. هتدخل بقى تعمل. كلمني بقى عن العشر ثواني دول. اه بزيئة الاولانية وانت واقف. يعني انا كنت اللي هو خلاص انا بنادي محمود. يعني محمود زب للدنيا تمام. يقول لي الدنيا تمام. محمود للاخوك والمش المساعدك طبعا. اه. فمحمود الدنيا تمام يقول لي تمام. اشرف عمر الدنيا تمام تمام. خلاص فهم جاي مسامل الله وداخل القاعة. انا وانس ان انا بدأت. انا فعلا بيوقفي في دماجي حاجات كتير قوي قبل ما تقول. هتبدأ باي? هتقول اني دعاء. هتبدأ تشرح على طول. هتبدأ تعمل ليه? هتتكلم مع الاتضالة. انا وانس ان انا بدأت. انا دول تقريبا الساعتين والثلاث ساعات اللي انا ببقى فاصل عن كل حاجة. يعني اللي هو انا داخل. شخصية في القاعة متغيرة. اه. في حتة تانية خالص. ممكن ابقى داخل وفي مشكلة في البيت. في مشكلة مع حد متكانق. انا شخص بعرف افصل يعني. يعني ممكن ابقى متضايق جدا وانا شجاري يعني. ممكن يبقى وقت اشجاري انا لأ انا مش طيق الشجل. بس انا داخل قاعة انا فاصلت خلاص. ممكن داخل داخل يبقى الوقت اللي يفكني فيه ان انا ارجع تعمل تاني. فدي كانت في الاول طبعا اتخضيت وكده بس بعد كده الدنيا بقت تمامية الحمد لله. بترجع بتخلص المحاضرة الاولى. اول محاضرة انت يعني مش بتكلم في المطلق. انا عايز اول مرة دي كانت مشاعرها عاملة معك ازاي? انت بترجع تجري على البيت. بترجع تجري. اه انت وعايز تفرحهم. عايز تفرح الناس اللي في البيت. وبرضو في نفس الوقت انت بعد ما بتفرح البيت وكل ده. انا بحب بالليل كده لها نص ساعة او ساعة مع نفسي انا. حتى بعد ما اتجوزت لو انا قاعد لا. يعني في وقت كده انا كأني بحاسب نفسي يعني. اللي هو انا ايه اللي انا عملته النهاردة صح او ايه اللي انت عملته صح تفرح به او تدائما. فانت بتبقى قدام نفسك بالليل بقى انت بعد ما هم كلهم بيفرحوا بالنجاح انت بتفرح به مع نفسك. اللي هو لأ انا كده انا عملت اللي علاية او انا كده انا ماشي صح. في بقى في حاجات كده ان انت طريقك تمام. مؤشر. بالزبط. يا طريقك يا تمام يا لأ انت خدت خدت طريق خلاص. لان انا كنت في كل السنتين دول بردو انا مع والدي او مع والدتي انت ليه مش شغال بالشهادة. اه. دي معركة تانية. وليه مثلا ما يعني ما دي مش في دماجة. ناخد لهم بقى الشهادة التانية فانشغال بالشهادة هو خلاص. بس خلاص. بس فده كان صراع يعني كده في البيت لحد ما لدانيا خلاص. ودل الوقت كله. انا بحول كمان اكلهم كلهم معي في الشجل يعني. بشارك شارك هم في الشجل يحبوه معي. وده اللي بيحصل دلوقتي يعني. والله يبص الاهالي بيحبوا يشوف ولادهم احسن منهم. بالزبط. ومن ضمن كلمة احسن منهم ايما يشوفوهه منك حين. طبعا. اكيد هما لمسين النجاح. ده. وده في حد ذاته عملوهم طبطبة كده على القلب. هيفرحوا جدا. تجاه الحاجة الاولانية اللي كانوا عايزينها وما حصلتش. بالزبط. طيب. انت راست طبعا التعليم والدنيا. ده بقى كاريرك بقى او المجال بتاعك ايه. ايه رأيك في الدروس او التعليم اللي شغال لسه ناس بتطبل وترقص وتعمل. صفة عامة يعني في كل موضوع. ايه رأيك في الموضوع ده? هو انا يعني اول ما بدأت قلص كان في المنطقة بقى عندنا احنا جيل كده طالع كلنا نفس السن. ففي كل الصحابي او كل الناس تانيين هم شغالين اولوا تانيين. فوانا شغال تالتة بس. انا حتى اولوا اشتغلتها مؤخرا يعني. ففيه طريقة شغالة ان دي اللي بتجيب الطالب بقى ان انت تجني وتعمل في الحصة. انا وانا كنت طالب اصلا انا ملان منها. انا ما بحبهاش. ما بعرفش اعملها وما بحبهاش يعني. انا عندي كناعة ان انا في كل وقت اتديله يعني حقه للاخر. انا وقت الهزارة هزر معك للاخر ما نتكلمش في الشغل. ووقت الشغل ما ندخلش في ده هزار يعني. فانا شايف ان فيه طرق تانية كتير احسن من ان احنا نجني او نطبل او كده. في لزمات ممكن اقولك لازمة ماشي. بس اقل بالحصة جنا وطبل وكده انا كنت ضد ده تماما يعني. حتى كان الطلاب بتستجرب فيه حاجات مثلا تيك توك او حاجات طالب يجي. لو عشان بقى انت هتعمل ده معي. لا انا بنائي ممكن لا انا ده مش عارف ان انا عمله. معاني يليق وسني يسمح والكلام ده كله. بس انا في حاجات لا ما بعرفش اعملها. ممكن المدرسين اللي بتعملها برضو عندها حق يعني هم حرين بس انا. هم حرين اه. سواني. انا انا هقطع. هم حرين اه. عندهم حق. لا. بالزبط. تمام? لان في الاخر المهنة دي لابتاعتي ولا بتاعتك. بالزبط. المهنة دي مهنة لها الكدوسية واحترام. بالزبط. انت بتهين. واي مهنة لها ايها احترام. بكم مع مهنتنا دي لو تمشان عام منه. خلاص. يعني انا ما ينفعش يبقى موظف. لكن انت شاف ان دي بيأكلك عيش كل عيشة. بالزبط. انت ليك ليك حرية اختيار الطريق اللي انت تكسب منه فلوسك. يعني انت ليك حرية كاملة فتكتر انت تكسب فلوسك منين. انا كنت بحسابه. ازاي. ازاي. هو كل حاجة سهلة. يعني انا كنت دايما بقول انا فيه في مرة مثلا دي اللي خلتني بقى اعرف قيمة اللي احنا بنعمله ان انا في فيديو السنة اللي فاتت كنت ترند تسعة على اليوتيوب. فانا اول مرة ادخل يوتيوب واشوف الترندنج بيبقى عاملة هزاي. يعني بشوف مين اللي بيبقى على الترندنج. فلترند كله كان جونة وفيديوهات طبخ تحديات اكلي والكلام ده كله. انا المحتوى التعليم الوحيد اللي في ال…. يعني انا الحاجة الشازة. مش ده الحاجة الشازة. آپ فاهم. يعني الحاجة الشازة التعليم مش testing ومش الطبخ ومش معني كون دة داي حاجات عادية بس مش ه هو الترندنج يعني مش هي تبقى رقم واحد او رقم اتنين او الكلم ده كله. فانا يعني قلت لهم ان دير سالان مش لازم عشان تبقى رقم واحد فانت ناجح. ممكن تبقى رقم واحد في حاجة اصلا هي مش صحة. اه بالزبط. يعني مش شرط النجاح ان انا بقى رقم واحد وخلاص يعني. الترند مش في كل الاوات صحة يعني. اه كلمني كده بقى عن تجربة انت عشان سنك صغير كان فيه طبعا هجوم ده سنه صغير لسه ما عندوش خبرة ومش عايف ايه كلام اللي انت عارفه ده. لو انت هتوجه كلمة كده لأولياء الامور. وهم ولادهم سنوية عامة. هم ولادهم سنوية ودخلين بقى السنة الجاية سنوية عامة. ازاي يختاروا المدرسين? ايه المعايير اللي من وجهة نظرك ان تختار بنقل عليها المدرسين? او انا دايما كنت بحب حتى وانا طالب ان انا ماسمعش يعني. انا محبش اسمع. يعني احب اتجرب انا بنفسي. يعني انا كتير انا مش ما كنتش انا من الطلاب اللي بتحب تروح للاكتر شهرة. يعني كنت حب انا اجرب. انا ممكن اقتنع بحد تاني. يعني انا عندي كناعة تمة ان اللي هيقف على ستيج ده اكيد بيعرف اش ره. طالما هو واقف على ستيج وفيه طالب واحد قدامه فده وش اكيد بيعرف اش ره. بس هو فيه كيمستري كده بتبقى ما بيني وما بين المستر هي ممكن ما تبقاش موجودة. وده طبيعي. فدي بابا وماما في البيت مش يعرفوه. في ناس بتدي دروس لحد الوقت. مثلا ما هيخد مع عبد الحميد عشان اخوه كان بياخد مع عبد الحميد. طب انا ضد الفكرة دي. انت ممكن ما تبقاش متقبلني اصلا يعني. طب معاه الحسة انت مش. بس على على الاقل عبد الحميد هنا. هو هو بيكون اختياري الاول لكن مش بالضرورة اللي هيكمل معاه. دي دي المشكلة اللي بتبقى عنده ليه الامر. اللي هو يقول لك لا انا مش عايز الطالب بيتشتت. لا هو مش هيتشتت. هو فكرة انه هو لو كمل في الغلط يعني لو تمادة في الغلط. ده هيبقى مش تشتت بقى هيبقى. المسهور كله بوض. ففيه وقت. في حالة انه ما فهمش يعني. في حالة انه ما فهمش. ففيه وقت انا دايما بقول لك ان خلاص عادة تحسطين انت مش فاهم. خلاص انت غاير. روحت عند حد تانية وقعدت حسطين مش فاهم. وانت عندك قناعة انت تمام يعني مش عايز تجار من نفسك. فخلاص لأ غاير. لحد ما تستكر. لكن احنا بنشوف الروتيشن كده. الطالب بيلف يلف يلف يلف. وفيه حاجات جريبة بتحسر من الطالبة. فدي برضو انا بالون فيها على الناس في البيت يعني. يعني المفروض الروتيشن الكتير ده خلاص انت تستكر يعني. تشوف انت الاول ارتحت مع مين وتستكر. فيه طلاب بتحب تروح مع مع الترند يعني. هم الطلاب يروحوا مع العدد الاكبر. وبعدين لو ما فهموش. انا كلمك بعقلية الطالب. بيخاف يمشي. بالزبط. اللي هو ازاي كل ده فاهم وانا مش فاهم. بالزبط. ما دي انا بقعد اقول لهم كده يعني اوام الشرط. انا ممكن نبقى عادين مية ومش لازم. انت انت مش وحش. بس انت مفيش كامستري ما بينك وما بيني فانت خلاص. يعني لو ايه ليه تضيع وقت مع حد انت مش فاهم منه. مع ان انت ممكن تستجلي الوقت ده. في حتة تانية. لان دلوقتي اكيد حداك بتشوفها. مثلا ليلة الامتحان ممكن يتابعنا ناس لأول مرة. اه بالزبط. يعني دي حاجة دي حاجة حالوة لنا. بس انا باستغربها برضو. يعني اياها هي حالوة بس انا باستغربها. انت بتشوفني الاول مرة دلوقتي. يعني انت بتسج فيها دلوقتي اللي هو قبل الامتحان وانت بس. معلش هو مش بيسج فيك. مش ده المعنى. هو ربنا حطك في طريقه. بالزبط. تمام? فاخد عشر دقايق. لسبب ما حصل القبول. فكمل. يعني مش حكايت بسج ومعنش بسج في التانية لأ. بصة مش كده. اه فهو بس يعني اول امور برضو لازم يبقى فيه متابعة. ودايما مش اول حصة خالص حيال معيار. انا دايما عندي رأيي ان المعيار في السيستم. السيستم ده ما بيبانش من اول حصة. طبعا. يعني ممكن. اول حصة دايما بيرفكت. بيرفكت. لازم. لان دي اول بداية الشجرة زي اول ماتش كورة لأي فريق كده. يعني ولازم ده الشجرة كله بيبان فيه. زي اول خطوبة. لا يا اكل الكتوبة بقى. لا احكي لي بقى الاول خطوبة. لعبنا سنة خطوبة بس. اه. يعني الكتوبة بالنسبة لي. بلعبة تنقل ما بين الشغل والحش انا مبسوط. انا مبسوط. شفت كده? اه. لا يا الكتوبة وكانت بالنسبة لي انا كنت في الكتوبة. لا اللي هو انا شايف ان انا مفيش يعني مفيش حاجة عملتها انا عايز اتجاوز لان فكرة انا مش عارف اخرج من الوقت. اما بالزبط. ان انا كلية وشغل. او وانا مفيش وقت. يعني مفيش وقت مفيش وقت. وهي يا فاهمة ده. فانا اللي هو لأ. انا بقت ان انا صارع نفسي في الشغل. انا عايز اقف على رجلي عشان انا لأ. انا عايز احسن. يا حميد انت ما قلتش مهتم بيا زي الاول. واصلا ما كانش فيه زي الاول. بالزبط. يعني فالله هو. اللي هو لأ. يعني. والله تماما بيتطلبش. وانا عندي يعني ممكن اعمل كزا حاجة في وقت واحد. بس وانا بشتغل انا مبعرش اعمل حاجة تانية. ثانية واحدة بس. ما هو انت دلوقتي بسألش عليا. عليا. ما بتكلمنيش. وبترجع اخر شغل. ما كانش فيه حاجة شبه كده. ده كان فيه كتير. اه. انا تعبت في الاول. اه. لو انت. وانا يعني اتخطبتلك عشان ما. يعني انا مثلا انا فاكر في ليلة متحن الانجليش. انا اونلاين طول اليوم تقريبا. يعني انا اونلاين طول اليوم. انا ما فيش حسس ما روحتش بس انا قاعد برد على استفسرات الطلب. فالله هو انت بترد على الطلاب في ثانية وانت رمي الميسجز بتاعتي. بس انا ده شغل انا مش عارف افصل. يعني مش عارف ارد على حد في البيت. انا خلاص انا قاعد على الموبايل. انا برد على دول بس. يعني انا برد على الطلاب بس. وانا مش ما عنديش رقم برايفت. ممكن لحد الوقتي. يعني انا رقم اللي هو اللي انا بدأت بيه. ده انا كان بداية معرفة الناس بها. انه ده رقم المستر اللي بيدينا برايفت. انا هجي براكم برايفت يا عم قريب. اكيد بس. وان انا مش هترد على حد. لا لا. بس فكنت بحاول ان انا افضل يعني هي تقبلت ده شوية لان هي برضو يعني ابتدت تدخل في الكدير تدارس احياء والكلام ده كله. اه تدارس احياء. لازم تاخد تربوي. ما يديه? اه لا ده بدأت قابل مني بقى. هي بدأت قابل مني. بدأت كمان قابل مني. اه. عشان هي وقتها كان يسمح والكلام ده كله. فهي اخدت الطريق ده. فهي لما خدت الطريق ده هو مش نفس الهدك. بس ابتدت تشوفني وانا جوا كوا. فابتدت يبقى فيه. كانت هي اويرب اللي بيحصل جوا. لا انه هو اللي يكون فعون. انه هو بيروح. خلاص يعني حقه. بدأت تعذرة. بالزبط. ودي كانت ميزة بصراحة. ممكن انا كنت هتعب شوية لو كان شغلها مختلف عن شغلي. مش اي حد بيفهم بيفهم طبيعة الشغل. انت اكيد بتأفور. الموضوع ما فيش يعني خمس دقيق. لا ومفيش حاجة اسمها ان انت ازاي مخلص ومش قادر تتكلم. اه لما ده. هو طبيعي. اسألنانا. اه يعني انا طول اليوم انت اتناشر ساعة بتتكلم فانت مخلص او ثمان ساعة بتتكلم مخلص عايز 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 تسمع بس او مش عايز تسمع انت عايز تفصل. فالو ازاي كده? فلأ لما الحوارة تشاهف لايف لأ فرقت يعني. وبعدين اتجاوزنا. عملت فرح كبير? عملت فرح مش كبير بس يعني فرح يا الوكس. كان فيه طلوب كتير يعني. اه فرمان عشان كده بسأل. اه. كان فيه طلوب كتير. هم بصراحة اللي عملوا لي الجو كله في الفرح يعني. بس. وانا كنت عم مزبطوا على جدول سنوية عامة. لان كان اخويا في سنوية عامة. مدارسين يا جماعة بيزبطوا موعيد الفرح متاعهم. السيزن متاعهم على جدول سنوية عامة. بزبطة. متخيلين. فانا كان ممكن يبقى بعد الانجليش بس هو كان ثالثة سنوية. فانا استنيته بعد اخر مادة عملته بعدها. اه. اخوك اه كان بياخد انجليش معاك. اه. بس. اه ده كان بي كان بيزلني بقى بالموضوع ده اللي هو لو اتخنيقنا انا مش هكد معاك. مش هكامل معاك. قوله خلاص انا مكاملش معا. ويروح لمدارس ثاني بقى يارضوا يطلع ويقول له وص ابن الاستاذ اه اخو الاستاذة عبدالحبيد. بيحضر عندي. بس انا مكنش بعرف اشرح له لوحدين يعني. اه بيجي لك الدرس عادي زي وزي الناس. لان لو لوحدين مش هعرف اشرح له. اخويا بقى. اه بالضبط. فالعشان بقى ودي عادها ودي مش مركز. فلأ جوه القاعة كانت الدنيا. دخل كل ايه? دخل بزنس. تجارة انجليش. اه. هو كان ادبي ولا كان? كان ادبي. كان ادبي. من بابه بقى. بالضبط اه. هو الوحيد اللي دخل ادبي. احنا اتنين دخلنا علم علوم وهو ده اللي دخل. واخوك محمود. دخل بي اي اي اس. بزنس وانفورميشن ساستم. تمام. كويس يعني. بس برضو ما جابش حاجة من كلات العلمية. لأ. بس هو محمود ما كانش هو دخل علم علوم هو بيحب المواد. بس هو كان دماجه في الكمبيوتر اكتر ايه. هو دخل حاجة بيحبها فعلا. تعلمه بقى من الدرس بتاع عبدالحبيد. طيب احكيلي كده عن الجواز بقى. تجربتك في الجواز والعيشة في الجواز بعد ما كنت سنجل الاعزاب بائس. انا قعدت في الاول هو تقريبا اتجاوز 25 سبعة وبداية شغلي كانت ربعة تساعة. بقى لك. لا ما انا تكلميني على التجربة بقى كلها يعني. اه يعني في المجمل الدلوقات السنة ده هو الدنيا في استكرار اكتر. اه. في انا مبعدتش عن اهلي بحكم ان انا بيتي جنب بيت اهلي. في الدنيا قريبة. ودي كانت بالنسبة لي انا مش هعرف فيها بعد. يعني انا مرتبط جدا. انت عاطفي جدا. اه مرتبط جدا بوالدتي بقى خصوصا فصعب ان انا بعيد خلص يعني. ان انا مسلا ناس كن بعيد عنها ربع ساعة تلت ساعة دي بالنسبة لي لا صعبة يعني. فما بعدتش فبالنسبة لي الحوار استكرار اكتر. وبالنسبة لي بقى ان انا بشوف الحد اللي انا بحبه كل يوم. انا مكنش بقى رفا اعمل كده. يعني في الكتوبة والشغل مش بقى رفا اكلمه. فدلوقتي لا انت فيه وقت خلاص انت هتروح البيت تتكلم. لو مش هتتكلم فانت اوتوماتيك يعني فيه فيه بعض مش شاتنج يعني. احنا عادي مع بعض البيت واحد. بالزبط. فده بالنسبة لي اللي هو الليفل خلاص اللي هو ده ده خلان انا مستقر يعني انا متطمن خلاص. يعني تنصح الناس انها تبقوا بلا على الجوز انها تتجوز. اه. لو ربنا خلاص ما اديك الامكانية. لا هو استقرار. طب اجهلها رسالة كده. هبصها لها من الحلقة. طيب ماشي. لا طبعا شكرا ان هي support لها وان هي بتستحمل تعب الشغل والضغط. وان انا وقت كتير ببقى مؤثر في حق البيت. انا بحاول ان انا مؤثرش بس مش بعرف يعني. بسبب حكم الشغل والكلام ده كله. فان كون ان هي بتستحمل ده وان هي بتشيل العابق ده فده لوحده شكرا يعني. يا رب يديم ده دايما. ان شاء الله يعني. اه. عايز سألك انا حياجة. هو يعني انت حاسس ان اللي حصل لك ده هو الافضل. طبعا. صح كده? طبعا. يبقى كل اللي في سنوية عامة دلوقتي لو هو عنده هدف او بلان. وما حصلش. في بلان ربنا. اهم من بلان اي و بلان بي و بلان سي و بلان زد. يعني بلان ربنا هي اللي بتحصل. بس هي الفكرة برضو. هو دي اللي انا بقولها لهم دايما يعني. انا 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 كنت راضي بالمجموع. انا ما كنتش مبسوط بس كنت راضي. لان انا كنت عملت اللي علي. في رأيي انا عملت اللي علي. فالفكرة ان انت تبقى جايب اخرك. يعني تبقى عامل اللي عليك. وتبقى انت راضي. وتسيب نفسك بقى ربنا بيفتح السكك. يعني ساعد بيبقى قدامك الطريق. بس انت ربنا مش هيفتحه لك. لان انت مش انت مؤثر. فكون ان ربنا ينور البصيرة اللي واحده ويفتح السكك دي. فدي معناها ان انت كنت ماشي تمام. انت عامل عليك. في ناس بتستنى الاعوض بتاع ربنا او المكافأة يجي في نفس السنة. مش لازم. يعني انا كنت عندي كانوة ان لو الكرير نفسه ده منجحش. هو كان هيجيلي في حاجة تاني. ممكن كان يجيلي. فممكن دلوقتي الكرير ينجح وانت تبقى في مشكلة في الصحة. ممكن ما يبقاش عندك كرير. بس انت صحتك تمام والدنيا تمام. فالصبر صعب برضو شوي. احنا كلنا بلنا دي بس صواء مش صعب. كلمة سهلة لكن التنفيذ بقى هو اللي فيك كلام كل. واسهل كلمة تقولها وكفيفة على البق ان انت تبقى صبور. بس مش كل الناس تبقى صبور. بس انت لو راضي الصبر هيبق النسبة لك سهل يعني. فكرة في الرضا. كلمني عن اعداد المادة العلمية. يعني انا تقريبا اول سنة في الشجل لما كنت شكال برايفت. انا فاكر يعني ورجل بتاع التباعة لحد دلوقتي يعني موجود يسأل في الحوار ده يعني. انا كل الفلوس مثلا اللي كانت جات لي. انا نزلت بقى طبعا انا محدش عارفني. فيما فيش حد بيتصل بقى يجبلي كتب هداء مجانية والكلام ده. فانا نزلت بقى الكتب المعروفة واللي مش معروفة. فانا بقيت استلب فلوس عشان اجيب بيها الكتب اللي انا اصلا حضر مانا. يعني انا شجال بس بصرف الفلوس وفي نفس الوقت باخد فلوس تانية اجيب بيها الكتب للسنة الجديدة عشان انا عايز اشوف كل حاجة. يعني انا كان البيت مش مش اجبر حاجة اللي انا مولود فيه. فبالنسبة لي انا حطت الحاجة لا انا منخصص مش درجة لا ادراج كده مكتب كامل دي حاجة عبد الحميد ما حدش يجي ناحية. كلهم حاجات تالتة كلها كتب اللي معروف اللي مش معروف بكل حاجة. بس انا كان عندي دايما يعني ما كنتش بحب ببص على ما لازم حد. جيل مصر اللي انا كنتش عجل معاه. ما كنتش بتحب ببص اصلا. ما بصش. يعني انا ممكن اقول لك ان ده مش صح. انا عارف. انا عرفت ده مؤخرا يعني. هو لازم تبص بس انا في الاول. الاطلاع امر. بس انا يعني ما كنتش لسه. لكن الاعداد حاجة تانية. انا ما كنتش لسه مؤاهل ان انا ممكن اشوف طريقة حد فتعجبني قوي فاخد الطريقة. هبقى انا نفس الشخص. انت زي ما تكون بتعف نفسك. بالزبط. يعني مش عايز احسن تعجبني قوي فاتطر اخدها. بالزبط. فانا لأ ابص على كتب. لان الكتب اكيد كلنا بنبص لها. وفي نفس الوقت ما لازم اللي انا كنت بذاكر منها مع الماستر واللي انا كنت عارفة اصلا مع الماستر اللي انا كنت معاه. وعمل لنا ماكس بقى بدماج. اللي ينفع. اللي ما ينفعش الكلام ده كل. اصعب حاجة في الشغلانة هي ايه? اصعب حاجة في الشغلانة? بداية بداية الطريق نفسه لأي حد بيبقى بيبقى صعب. لا لا في الاعداد ولا المحاضرة ولا. الاعداد. الاعداد طبعا. اه. اسهل وقت المحاضرة. اسهل وقت والمحاضرة بالزبط. يعني. ده اللي احنا بنقوله داي. امتع وقت. هو ممكن اه بتبقى انت مضغوط وتعبان وكل حاجة بس هو امتع لاحظة في عناك ان انت بتشوف النجاح لايف قدامك وبتشوف طالب بيتفعل قدامك. لكن وقت التحضير لا مرهق ومتعب وصعب. تعرف حتى في الفن الممثلين في كل الانترفيوز اللي انا يعني سمعتها للناس كلها دايما يقولك احنا نحب المسرح. بالزبط. انا باخد تفاعل الجمهور وقتي ولحظي. تمام? مع ان كفلوس. السانية ما احسن. لا كفلوس اقل فلوس للممثلين هي المسرح. طبعا. ما يعني في اي حاجة تانية مش هيعمل عمره ما هياخد الفلوس دي. بالزبط. وهو بيعمل عرض المسرح يخسر يعني. المنتج يخسر. انا ممكن اكسب بطولة من جير جمهور واكسب بطولة بجمهور اللي بجمهور احسن. على سيرة بقى تكسب بطولة وتخسر بطولة وكده. انا هسألك سؤال الصاحب قوي. عندنا مع كده عشاء رومانسي جميل. اوه. مع زوجتك. حصلت. واخد بالك. وفي نفس الوقت. موتش الاهلي. موتش الاهلي. حصل. وحاجة مهمة. هتعمل ايه? لما حصلت دي. لما متسربوا لي يعني. انا بسألش كده. ايه دي حصلت فعلا. احنا كنا في الكتوبة المفروض اه كنت محدد الجمعة للخروجات يعني. انا فاضي الجمعة فاحنا نخرج الجمعة. اه. فهو صادفة ان الاهلي عنده ماتش الجمعة. والاهلي كان بيلعب سبت وحد. انا مزبط الجدوة الاهلي بيلعب سبت وحد. كابتل عامر حسين اما غير لك الجدوة المخصوصة عشان خطرة. جمعة ووقت الحجز ووقت كل حيجبه. شفى جماعة عدم استقرار جدوة الدوري العام ممكن يبوز علاقات. بالزبط فقال بتالي انا هجيلك يعني بدري. هنقعد بدري. مش لازم نخرج. هقعد معك في البيت وبتاع. قابليها كان ماتش الزمالك. وانا اخوها زمالكاوي. بتالي خلاص انا مش هجيلك. لانا مش هجيلك. لانا مش هجيلك مع الماتش. لان انا برضو هبقى منفعل مع الماتش بحتة تانية. فانا لأ. يعني هي بقى صعب. فازاي ومش ازاي. فاحنا عملنا هاند للحوار ان انا اتفرج معهم على ماتش الزمالك. 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 اهلي هروح. هتوعد وبتاع لأ هروح. فوالماتش كلس من انا بتاع الزمالك فاقي نص ساعة انا. فاكر الزمالك عمله في الماتش ده? لا كسب. حظه. كسب. والاهلي. كسبنا لما روح. بس كان ماتش صعب. كسبنا في الاخر. طيب ماشي بس يعني هي بقى رد فعلها ايه خبالك ياكيد لو يابوزها لحد دلوقت. انا لانا تضيق ده احنا عدنا عدنا لحد تقريبا اربع ماتشوط بعديها ولا حاجة يعني. عدنا بتاع شهر تقريبا. اه طبعا. افشة معاك طبعا. جدا. جدا متضايقة متضايقة يعني. اللي هو ازاي وانت ازاي تعمل كده وانت فتفضل. بس انا انا ببقى مثلا حتى لو طبعا السنة دي ركمت علينا شوية ماتشوط انه كان فيه ماتشوط الساعة ثلاثة. وانا بيبقى عندي شغل الساعة ثلاثة. تعمل ايه? بعمل امتحان بصراحة. بركم عليهم. ده الحل اللي. اصلا انا لو لجيت هركم على السنترد. فهركم على السنترد وهترف فانا بعمل امتحان. اللي هو يعني انا ببقى مزبط من قبليها. طبعا لو ما جاتش اشتجلت يعني. جاتلي ان انا اشتجلت ببقى. اللي هو كالاس بقى. اصلمتش الساعة ثلاثة ده مش هيبقى انهائي يعني. فاللو خلاص انا هتابع النتيجة كده. لا لو سانداونز ممكن منهائي عادي. هو حصلت بس سنة دي بتاع سانداونز. بس فاللو انا هتابع كده وهشتجل يعني. بصورة تبقى الطلاب عشان عارفاني فعارفيني ان انا لأ. يعني لو المستر عمل كده فهو عامل كده عشان. هم فهمين يعني. طلبة وعارفين اللي فيها. لكن تالتة كده كده احنا بنبدأ بيهم اليوم فما فيش حد بيلعبت تمانية الصبح وتسعة الصبح دي فخلاص يعني الدنيا بتبقى تمام معه. بس انا مش كده خالص. يعني انا لازم برضو في حتة كده. يعني ما صحتي لك يعني لازم تتجاوز الحكاية دي. ما هو اه لا يعني دلوقتي جير الاول خلاص. دلوقتي خلاص بقيت الدنيا اشتجلنا. دلوقتي جير الاول ايه يا عامل حبيل هما كلهم تلات سنين. بس فرقوا جامد يعني. دلوقتي جير الاول خلاص في كزا حاجة يعني. طب قولي التغيرات ايه? انت ايه اللي تغير في نمط شغلك من. يعني مثلا ان انا بقيت ادي انا ممكن في الاول كنت حد اللي هو الحاجة اللي ما بحبهاش كلاص انا مش هعملها او انا مثلا في عندي مذاكرة وفي مطش او في حاجة انا بحبها كلاص انا هعمل حاجة اللي بحبها. لا انت اوتوماتيك فيه بيت وفيه جواز وفيه كل حاجة بس في مسئولية. فيه شغل. هو الشغل والمسئولية رقم واحد يعني. فاللي هو لا في مواقف اتحطيت فيها صعبة جدا السنة دي واشتغلت. يعني كانت اصعب سنة في مواقف كتيرة حصلت واشتغلت حسس والحسس كانت حلوة فانا كنت نفسي اصلا يعني بخلص الحس عشان نلحق المواقف الصعب اللي حصل ده واشتغلت. حصل مواقف صعبة كتير السنة دي يعني. انا مش فاهم قوي. يعني مثلا اكوية كان عامل حادثة جامدة جدا. وكنا احنا رحين حسس. كنا احنا رحين اكتوبر. وهو عامل حادثة في الطريق. وانا عرفت وانا رايح. اه. فهمت فهمت. يعني انا طبعا. اشتغلت الحسسة طبعا. الحسسة نفسها اللي هي بتاعت اول المعدة ما عرفتش اشتغلها روحت لهم مستشفى. بس بعديها في نفس اليوم انا اشتغلت واشتغلت حسسة حالوة بس انا كنت لأ انا مستغرب نفسي يعني انا كنت مش مصدق ان انا اصلا عرفت ان انا اتكلم يعني. لان انا في المواقف دي بالذات ببقى حد ساكت. ما بعرفش الخرق الكلام. فان انا اقف واش رح واتكلم ساعتين فكانت صعبة يعني. وكان فيه كزا مواقف تاني برضو حصل. هي عمتنا الخبرة. اه بالزبط. الخبرة هي اللي بتكلم الواحد. هي دي المواقف. دي بقى خلاص دي علمتني اللي هو انت مش عشان ماتش لأ انت ممكن تبقى شغال يعني. ماتش ايه بقى خلاص دي. بالزبط انا في ليا يعني وبعدين برضو انا مكانش ليا صحاب مدرسين دلوقتي بقى فيه ناس كتير اشارة بمعرفاتها يعني فلما بتكلم معهم لأ فيه ناس فيه ناس بتجي لك من سفر وعندهم مشاكل كبيرة جدا في بيت او مشكلة او حاجة وهم ما بيلجيش يعني وبتكلمكش عن حياته. بس انت لما بتقرب منه وتعرف فالناس دي لأ يعني الوقفة بتاعتها مش سهلة يعني. فيه ناس كتير ممكن تبقى بتلجي حسس او حاجة وانت الطالب يبقى في نظر انه ده بيلجي حسس دلع او حاجة بسوا عنده. لأ يعني ظروف انت لو ما كانوا مش هتشتغل اصل. فلما قربت من كذا حد عرفت الدنيا دي يعني. والله يبص يعني في ادي الحدود الواحد طبعا ممكن يلجي شغله لان شغله هو الاولوية الاساسية بالنسبة لك. هو مش هبقى عندك مش صعب تنام. اه بالزبط فدي نقطة. اللي عندهم ضمير بالزد بيبقى الموضوع ده يعني صعب بالنسبة له. صعب اوي بالنسبة له. والحقيقة كلها كده في كل المهن يعني. بالزبط. طيب كده انا اخذتك للموضوع ده والمقارنة دي وكصة دي. وعايزك بقى تحكيلي انت بتبقى احساسك ازاي تجاه الامتحان بتاع السنواء العامة وعندك عدد. اه. فده ضغط شوية يعني. طبعا. انت مضغوط اكتر من الطلاب. جدا. فحكيلي كده مشاعرك. انا بدايتها كانت السنة اللي فاتت تقريبا. انا انا اصلا يعني خلاص بقى انتحان سنواء عامة ده يتوقف عليه حاجات كتير. انا كمان بعدها اتجاوز فانا لازم يبقى الموت بتاعي حلوم. انا ده متوقف على كل حاجة. وبعدين اخويا نفسه بيمتحن. وبرده كان فيه عدد كبير زي ما حضرتك قلت. فانا ما بقى يعني انا مش من مش حد كيف قهوة. مش حد يعني بيعرف بقى يسهر بالقهوة. انا قلت لك النهاردة تشرب قهوة اللي شاولت لها اشرب شاي. فزاة. حتى مشربتوش. لا. مليش في القهوة كلس. فمش مش حد مسلا لا بيطبقوا كده. بس سليلت الامتحان انا معرفتش انام يعني معرفتش انام معرفتش انام كانت ساعة تمانية. بس مرضيتش راجع مع حد اي حاجة. فوقفت نتكلم عادي ووقفت معاهم. وهو تعريبا كان عدد كبير من المدرسة او مدرسة كلها هم معايا. فهم اتطمنوا او لقى الامور اتطمنوا وبتاعها. فالساعة جات تسعة فانا واقف بره مستنيه. فانا برضو مش عايز ازلم مدارس تانية. ففي مدارس تانية انا فيها عدد اكبر. انا كل ده على الموبايل بتابع. في حاجة نزلت الامتحان عمل ازاي. فقلوه لي اطلع يعني الاسستنس اللي ما قلوه لي اطلع ونقول لك الدنيا احنا على الموبايل لو الدنيا تمام مرضيتش انا اعمل كده. انا امتجام اتحرك. انت مش مرضيتش على قد ما ما قدرتش. معرفتش. اه. انا معرفتش اصلا احط يعني اكلم حد ببرا الشول. ففي مربع عندنا كده في شبراء. المدارس فيه جنب بعض. تعرف تاخد فيدباك احسن يعني. مش مدرسة واحدة هم. كزا مدرسة جنب بعض. تمام. فانا وقفت هناك. استنيت الطالب لايف كده. قفلت الموبايل. معرفتش اي حاجة عن الامتحان. قلت انا هعرف من اطلع الاول. الاولى بتاعت الطلاب. طبعا الاكشنات بتبقى مختلفة بس اللي اطلع علي طلع بيجري وبيسلم وبيتحك. خلاص واضحة. بس خلاص. فانا كده خلاص وانا اطمنت. انا مش محتاج حاجة تاني. اه دي عملتلي مشكلة مع اكوية الاول. لو انت رايح تطمن على ناس وانت مش وقف لنا. اخوك من لحمك ودمك كده. اه بالضبط. وانا وقتها خلاص انا مش عارف امسك الموبايل اتصل بحد اطمن عليه او حاجة. انا هممني دول عرف ايه. فابتدى بقى انا ستيجي. الناس اللي بقى احنا عارفينه مثبوط عليهم. جاين لي معامل اسئلة. جاء الناس سؤال كزا. واللي حضرتك قلته كزا. فابتدت خلاص اللي هو انا افتح الموبايل وانا متطمن يعني. والحمد الله كانت النتيجة تمام. كتير فيهم جابوا الدرجة النهائية في الامتحانية. تعرضت لأي موقف مع طلاب. ليه الطلاب اللي بتزوغ. الطلاب اللي بتكذب على اهليها. الطلاب اللي. حاجات شبه كده. اه. بتعامل مع الموضوع ده ازاي. انا يعني فيش. قول لي موقف حتى لو عندك حادثة كده معينة احكي هل معينة. اه في ولية امر. طالب ممكن تقول اسمه لو عايز تقول عايزة. اه اه. في ولية امر بناء حضر معي. احنا بنعمل حاجة زي كورس تأسيسي كده قبل السنة. مم. يعني مس انا ما بعرفش ابدأ الشجل في تمانية. مم. يعني ضد. والله ده الطبيعي وانا معاك ايدك بشدة. يعني انا ببدأ في اول تسعة كده. اول لما يحضر لي حسة اساسية مش كورس. فانا فجأت ان في شهر واحد تقريبا هي متصلة بالاسيستنس. عايز تعرف ابنها عمل ايه في الامتحان. واه ابنها اصلا ما جالكش غريل حسة تأسيسية بس. انا عارفه. لان هو كان معي في تانية. بس انا هو السنة دي مش 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 بشوفه. مش بيجي لنا. مش بيجي. فانا مش عارف اقول لها ايه يعني ما انا. فهو لطول الاسيستنس. قلت لا اسمه مش موجود. فجأت لي اللي سنتر. فانا مش مصدق ان الاسم ده معي. يعني ان كل ده قلت انا معلش يوريني صورته. وليت بقى صورته انه هو مفاهمة في البيت انه هو مقفل امتحان. وانا عملت امتحانين شاملين. وسعر حستي دبل في اتنين. فالرياكشن بتاعها هو اللي انا مش نسيه. يعني اللي هو الصدمة بتاعت الوش انه احنا نهديها الواحد وده اللي سعب عليا. يعني اللي هو. فانا كلمته بعدها. يعني انا اتكلمت معاه بعديها. وانا كنت مكترح عليها فكرة انه هو يقعد في البيت وياخد اونلاين وهي. تتابعه هي بقى. اه. حتى قالت لي ينزل سنتر انا رفضت يعني. قلت اللي يعكوب بتاعه هو انه هو يبقى. نموذج ده كتير بيحصل طبعا. كتير. ده ده اللي احنا عرفناك. في حاجات المساعدين بيعرفوها وما بتوصلش لينا او بتتحل خلاص هي من المساعدين ديركت يعني. بس فسعب عليا جدا وللأمر. لان الحور بيبقى صعب. انت بتبقى قاعد حبا فاهم اهلك حاجة وانت حاجة تاني. وده بيعلي توقعات برضو دي الجلط يعني. في ناس بتعلي توقعات اهليها بتكليس اطموحهم يبقى عالي وهما مش هيعرفوا يعملوا ده. انا مش بس بكدب وبفاهم اهلي ان انا ملتزم. بيعيشهم واهم. انا بيعيشهم واهم ان الالتزام ده كمان افرز احمد زهول الصغير بس هو ليس انا مخدش فرصيتهم فاضلوا نوبل بس. بالزبط. اه. فالصدمة بتبقى صعبة. يعني انت مفروض اهلك لو عايشين معك الواقع بتفصيله هيبقوا متوقعين او مقربين من اللي. عارفين ان ابننا بيزوغ. عارفين ان ابننا بيعاملش واجبات. عارفين ان ابننا ومش قادرين نسكته ومش قادرين عليه. بالزبط. بيروحوا للمستوى الستاندر. خلو انا بني بيبقى كده. بالزبط. لكن الناحية في سنة بوعدة مهمة جدا. ده اللي انت بتقوله ده. اه طبعا. ده جدا جدا يعني. فدي برضو هي بالواحد مش بيلوم على وليه الامر اللي احنا انا لسه مجربتش ان انا لما بقى فيه اولاد وكده هعرف ان انا تابعهم. شاء الله قريب. اه يعني اتابعهم ما في المية زي ما فيه ناس بتعمل بس يعني انا اللي بيدايقني ان اللي بيتابع للطلاب دايما اولي امرو الطلاب النابجين المتفوقين. ما هو مش بيدايقك. لا يعني اللي بيستقربه. اللي هو فيه طلاب تانية محتاج ان انت. بص. هم عشان بيتابعوا اولادهم كويس. هم كده. هم كده. بالزبط. هو دي نتيجة. بالزبط. للمتابعة. يعني نص درجة ممكن. لا انا مش عايز اكلم المساعدة انا عايز اكلم المستر. يعني عايز اعرف الدرجة دي هو انقصها ليه النهارده انا عايز اكلم المستر. فلا فيه نمازج كانت يعني كانت كده قدامي بصراحة في المتابعة. منهم بنتين كانوا معيها السنة اللي فاتت. كانوا عالم الرياضة وكان متوقم. اسمهم فاطمة وحبيبة. دول ما شاء الله يعني لما شفتش في متابعة اهل كده ولا هما الاتنين دخلوا هندسة الكاهرة. الاتنين ما شاء الله حاجة يعني. ساعة لما بيجي لي اولياء امور احيانا بعرفهم من متابعتهم لولادهم. تعرف مستوى الولد لوحدك. لا لا بقول كلمة الولي الامر. بقول له لو كل الاولياء الامور متابعين ولادهم زي ما تمتبع ابنك كده او بنتك. تصبح مهنيتي انا اسهل مهنة في الدنيا. بالزبط. بالزبط. يعني يعني انتم اللي مسايلين علينا احنا الشغلان. بالزبط. لكن للاسف طبعا ده دي حالات نادرة. نادرة. اولياء الامور ان ان المتابعة ان انا بسيب له الفلوس على الترابيز بتاعة الصفرة. اللي هو عايزه بيعمل. اللي هو بياخده عشان خاطر فلوس الدرس. انا كده مادام صرفت عليه في التعليم. انا حلقات كده. بكلم في التسعة حلقة بكلم وليه الامر. وده صح. بكلمش الطلب اصلا خالص. لان وليه الامر عليه دور كبير قوي في اللي احنا بنعمله. يعني هو زي ما احراج قلت احنا بنسهل الطريق على بعض. يعني احنا ممكن شغلتنا تبقى مش سهلة تبقى سهلة وممتعة وكل حاجة ان انت في حد بيتابع. وده ده المطلوب يعني. وده اللي هيحقق النتيجة. ليه والليه والطالب. ده سوامش كله للأسف بيتابع. هسألك شوات اسئلة عالسريع. ماشي. عايزين اجابات عالسريع كده. بص المجرم اتفكر. حاضر. تمام? اكتر حاجة بتضحكك. اكتر حاجة بتضحكني. ممكن ممثلي معينين حلمي مسلا. احمد حلم. اه. انت بيك فان لحمد حلم. اه. زحلاتي يعني عسل سود. اه بالظبط بحبه. واكتر حاجة بتخوفك. الموت نفسه. فكرة ان يبقى فيه فوجدان لحد انت بتحبه دي دي بتبقى قلقاني شوية. كتير. اه. بحبش اعياد ميلاد. يعني انا ممكن عكس الناس. الناس كلها بتحتفل بعيد الميلاد. انا عيد الميلاد ده بالنسبة لي لو حد بحبه فده بيكبر سنة. اه. فانا بقض الحوار بانتباع يعني. لأ بكاف من الحوار ده. بس. تتعرضت يعني في حد انت فقدته قبل كده في حياتك. اه فيس يعني لي صحابي قريبين. فقدوا ناس يعني في وقت سنوية عامة في وقت امتحانات. فدي عملت يعني هم طبعا انا عيشت التجربة معهم. فكل كده انا كنت متعلق بجد قوي. كنا احنا في نفس البيت وكده. فتقريبا هو توفى في الفين وعشرة. فمن وقتها الحوار ده بالنسبة لي صعب يعني. ربنا يرحم يا رب. يا رب ان شاء الله. اكبر انجاز عملته في حياتك لحد دلوقت. اكبر انجاز كنات اليوتيوب. يا راجل انت كده مش هتخش البيت. لا اله الا الله. طب بص يا جماعة بصوا احنا. نعيد السؤال. هنعيد السؤال ونفعلها دي في المونتاج. بس يلا يلا تاني. اقول الجواز. انا هسألك السؤال اهو. اه? يلا. ماشي. 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 ايو. ايو. يلا. اكبر انجاز حققته في حياتك. الجواز وقناة اليوتيوب. ماشي. الاتنين كده. لا طبعا. الاتنين مهمين. بس انا بالنسبة لي عشان الاصني الوقت زهور بتاعها كان الاوليد يعني. في وقت ما عديدش وقت كبير حبل ما تعرف فادا بالنسبة لي حاجة. ولا عشان الجواز يتعوض النمك ما تتعوض. لا الاتنين ما هتتعوضوا. سبق. الاتنين مرة واحدة. ولا قناتين ولا جوازين كده الاتنين مرة واحدة. بس بس. انتعارف الجواز يعني ممكن الشارع محلل ايه. محلل ايه اربعة طب والله هسألك سؤال اي تقريبك يعني بصة بش اقول اسامية طبعا بس مدرسين كتير متجوزين اتنين عادي او انا مدرسين كمان انا عارف انا شايف الحور يعني انا عادي بس اي فكرة ان انا مش بشوفها منطقية بس هو حلال يعني احنا مش بنقش concept حلال وحرام حاجب نقش السوابت السوابت احنا عارفنا بس اي فكرة ان القلب يشيل اتنين دي ما صعب ايه محروف قلب الرجل يشيل تسعة ايه او يشيل كتير بس فكرة بقى اتجوزه كده لأ صعب ايه والرجالة كلهم خينين ده لا 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 مش كلنا ده مش كلنا انت عب حميد انه مال احمد فمشايرين لي الشيء الاسم ده مظلوم طيب اكتر شخصية مشهورة بتحبها في المطلق في اي مجال ايه بحب تريك احمد ابو تريك اسوأ هدية جات لك اسوأ هدية جات لي لا كل الهدايا كانت تمام فرحم بيها عادي ايش قولي اكلتك المفضلة اكلتي المفضلة جنبري والمشويات يعني بحب المشويات والمدام اخبارها ايه في الجنبري والمشويات لا المدام ما بتعملش حاجة خالص خالص احنا دليبري بقى احنا اكل انا مش شخص بيأكل طبيق ومش باكل رز ومكارونا مش باكل مشويات يعني ولا طبيخ ولا رز ولا مكارونا انت عايش على ايه بالظبط انا ده يعني حاجات اللي هي السريعة اللي باكلها فبس يعني ومشويات وكده فشبر كلها دليبر يعني فهو خلاص حبة الموضوع وانا والدتي جنبي فلو فيه اكل والدتي بتعمله رباني خليها لك طبعا بس طب هي والدتك عارفة ان المدامة بتطبقش دلوقتي بتسعي يعني بتعلمها شوي اكيد يعني بالظبط بس فلكن انا انا بالنسبة لي بحب اكل بره يعني فانا عادي بالنسبة لي الحوار تمان طيب قولي العقل ولا القلب في اتخاذ القرارات الصح ولا انا بعمل ايه انت بتعمل ايه انا بعمل القلب اه بس الصح العقل اعطيفي جدا باين طبعا ده جدا حتى من النقاش معايا كان اه بس الصح العقل طبعا بس هو محمود بيلحقني يعني واضح ان محمود بيلعب دور كبير اه رب نخلولك ربنا كليه تحياتنا المحمود سلملي عليه ربنا كليه قولي لو هتغير حاجة في نفسك تغيري اللا هو بيقوله الطيبة الزيادة دايما اللي بيكلمني يقولي انت طيب زيادة يعني الناس بتقود الامور بطيبة فممكن الطيبة دي تحول بقى لو احد يقول ده سزاجة ان انت بتصدق ده والكلام ده كله بس انا مش حاجة انا مش هعرف اجيرها بس اللي هو انا بصدق من اول مرة انت هايزة اسألك على حاجة انت في المحاضرة بتطرد عنيف مع حدي احكيلي كده موقف تردت فيه طالب انا تردت صف كامل قبل كده صف صف يعني صف تسعة تسعة انت رجل طيب والله خايز اقولك انا فره عملت ايه بس اش اقول لا احنا بنعالف حاجة انا في المحاضرة مرة تردت البنات كلهم طبعا تلاقي حاجة حصلت واخد بالك الغريب ان البنات كلهم يعني مش الولاد كلهم فالولاد طبعا دايما في ايه محاضرة بيبقوا عددهم التلت او اكتر من التلت شوية بس دايما البنات بتعدي النص او يلا اكتر يلا اكتر فالولاد قاعدين اللي بقى متنحين تنتنحت ايه انت عملت جدا بجد انت تردت كل دو لا لا انت تردت البنات هي الولاد على فكرة مش فارق معهم انت تردت كل دول مش فارق معهم عادة احنا اللي كوي احنا اللي مش فاكرة طبعا كانت ايه القصة او يعني كان المشكلة بس الاكشن نفسه بس الاكشن كان غريب يعني لو قلت لك تردت الولاد كلهم ماشي بتحصل بالزبط او لكن دي كانت غريبة جدا انما انت ما تردت صف كامل انت تقول لها تردت صف ما قدرتش انا قاعد ما صف ايه عم ما وصلتش لسه ما حصل ليش الموقف اللي انا اطرد بلاد كلهم مقبنت كلهم لا يا عم ان شاء الله ما تعملش جده قول لي لو هتغير حاجة في نفسك قولنا الطيبة بس يعني مش الطيبة تقصد ايه انك عاطفي شوية ببعض الامور اللي محتاجة محتاجة تستخد بالعق حاجة جميلة انك تبقى انسان طيب يعني بتأمن بالفرص التانية كل حاجة بحب بدي فرصة الا في حاجات معينة يعني زي ايه بقى الحاجة زي السكة مصر سلام كل حاجة لها فرصة تانية الا السكة ودخلت على واتساب بتاعي هتلاقي تحت الصورة كده اللي الكوت اللي انا كاتب كل حاجة لها فرصة تانية الا السكة تجد يعني هنبقى صحاب بس كده خلاص لا يعني السكة ان انا قصك في حد وديك الامان وكده انت ما دي بالنسبة لي بتبقى خلاص يعني بتحب ولا بتكره المفاجئات بعشة تصرف فيها مش فاكرة بحب اقرب السنة ببقى ريأكشنية مش مش هو المناسب للمفاجئة كلنا كده يا الله السنة يعني بتاخد بقى الخجول بزيادة كسوف قوي فممكن مثلا اللي عملي المفاجئة يتضايق اللي هو ده ما تبسطش قوي دي ما تفاعلش بالقدر المتوقع بس انا من جوايا ببقى طاير يعني انا اما السنة دي عملوا لي عيد ميلادي في السنتر فانا من جوايا طاير بس انا معرفش اتكلم طلاب انا معرفش اتكلم معرفش اقولهم حاجة مع ان انت اصلا ما بتحبش عيد ميلادك بالظبط يعني فكرة يوم عيدي الميلاد يعني بيكبرك سنة بس فكرة ان انت تعمل لي مفاجئة وتتعب وكده دي بتبقى عندي كبيرة يعني بس مش بعرفش اتصرف وقتها باخد الاكشن بعديها مش 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 في نفس الوقت يعني باعرف ان انا اشكرك بعديها مش في وقتها اهه بكون كده ايه جمعت نفسك بالظبط اه لو معاك قالت زمن يا سيدي ده سؤال ما وراء الطبيعة في الاعداد اللي ما هو وراء الطبيعة اللي شغال معايا اه بشكرهم كلهم بس ده كان سؤال حتى حطوا الاعداد قبل ما يتخرجوا دلوقتي في ناس في الاعداد تتخرجوا خلاص قول لي يا سيدي معاك قالت زمن ترجع بيها الماضي لو اخترت كده تروح امتى ولا تطلع عن المستقبل ولو تطلع عن المستقبل تطلع عن مستقبل امتى برده سنة كام وده مش شرط بعمرك اي بس يعني انا مش هادك انا عايز اطلع تطلع تطلع لسنة كام مثلا مش عارف بس يعني بالكلام اللي بيتقال وانا عشان بحب اقرف الحاجات العلمية وكده والروبوتس والسكاء الاصطناعي وكل ده فيه الهاجات كتير تحصل بعدين يعني فالواحد مش عارف هيعيش يشوفها او لا بس في حاجات هتحصل صالة ربنا ديك العمر اه بس اغبط لي كده تاريخ يعني مثلا نعدي الالفنات كلها ايه ده تلات تلاف اه انت عايز الف اهو ده دربة بانت لازينة دي اه الدنيا تبقى عاملة ازاي لان اللي احنا في دلوقتي عن عن زمان عن عشر سنين بس فاتوا فاتوا فقالك بقى الف سنة بالتطورات اللي بتحصل فلا هتبقى الدنيا طيب قولي نصيحة اثرت في حياتك اه يعني كان كود كده حاجة انت مؤمن بي حد قال هيلك هو كود انا ماشي في حياتي عامة بحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو يا جلام اعلمك اعلمك كلمات اللي هو احفظ الله يحفظك واحفظ الله تجده تجاهك سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله ودي اهم جملة بقى اللي جاي اللي لو الام اجتمعه على ان ينصروك بشيء لن ينصروك الا بشيء قد قطب الله لك ولو اجتمعه ان يدرك بشيء لن يدرك بشيء لن يدرك بشيء اللي قد قطب الله عليك بس رفعت الأقلام ووجفت الصحف وأنا ماشي بالكود دي النواء لو كل البشر عايزينك تقع ورب أنا مش كاتب لك كده فأنت أوتوماتيك مش هتقع في مهنة التدريس دي فيه مدرس بالنسبة لك حتى لو مش مدرس لغة إنجليزية يعتبر بالنسبة لك رول مودل أنا بحابه مستر محمود مكدي جدا في طريقته في التعامل ولما يعني قربت منه ده شرف لاي يعني لأ شخصية شخصية محترمة جدا بقولي حاجة ما حدش عارفها عنك سر حصري اكسكلوسيف أول مرة إن أنا ممكن أقطع مسافات طويلة جدا ماشي يعني بحب أتماشى الوحدي ممكن تتماشى كتير 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 يعني ببعرفش أفصل جرب كده يعني أها يعني لو في مشكلة مثلا مدايقاني قرار عايز أجده أو حاجة ممكن أنزل أتماشى ساعة مش عارف أنا راح فينه وبعد كده أرجع بقى بأي طريقة بس أحب أتماشى وتماشى الوحدي بعيد عن أي حد أعرفه يعني عندك فوبيا من حاجة؟ لا كله تمام حاجة بتخاف منها حشرات بتاعك لا فيش كلام كده مش ايه أكتر حاجة بضيقتك أو بيخاف الحوار ده لا بصراحة أنا ببساطة جدا أنا بشكرك جدا بجد على الحوار ده بشكر الكيمي اللي موجود كله ولا ببساطة أنا ما كنتش فاكرة حواريك بالثلاثة دي يعني بس إحنا تقريبا إحنا ما فيش أي حاجة قطعناها ولا قطعنا في النص إحنا قاعدين قاعدة عادي قاعدين قاعدة عادي بنتكلم بنفطفة وكلام محركش أترف أن أنت طلعت يعني كل الكلام اللي موجود يا سيد الله يخليك بس لا أنا مكنتش عارف أن أنا قبل ما جي قاعدت أقول إيه الأسئلة اللي هتسئلها طب هعمل إيه طب كده لا أنا قاعدين قاعدة حلوة بطبيعتنا يعني قل لي البودكاست بتاعنا اسمه إيه عارف؟ ما حدش فهم حاجة ها ليه بقى إحنا سميناها ما حدش فهم حاجة؟ نوجة نظرك ما حدش ممكن يبقى عارف الكسة بتاعتنا إحنا يعني إيه؟ بنتشافناك حين وخلاص بالظبط إنت بتشوف الفاينال توتش بس ما بتشوفش المشور كله يعني ممكن تسمع بس إنت استلمة بتشوفوش يعني أو ممكن تسمع من حد بس مش بتسمع مننا إحنا وعشان كده أنا عملت الفكرة دي عشان إن إحنا الناس نخلي يبقى فيه ويندو بالظبط الناس تسمع منها المدرسين تشوف نجاحاتهم تقولت حاجات في كلامك يعني ممكن تباني إنها بسيطة جدا في وسط الكلام كده لكن هي ما عدتش عليا يعني هقولك أنا كنت بكسب فلوس ومدرس مش مشهور فبشتري كتب ده أنا بستلف عشان اشتري كتب بالظبط أنت واخد بالك أنا عدتش علي حتى لو في وسط السياق ممكن تكون عدت على حد لا فهو النجاح اللي بنوصله ده في الأخير هي زي ما أنت قلت بالظبط فده حصيلت حاجات كتير مشهور كتير ولازم كل واحد يبعارف إنها يعني وقتها مكتوب بس تيجي إمتى دي بقى بتاعت ربنا يعني لو ترشح لنا حد يكون معنا في البودكاست أتحاب ترشح لنا مين مستر محمد صلاح وممكن مستر كالد خالد سقر ومستر وليد محسن وليد محسن مدرس عربي لغة عربية طيب أنا أشكرك جدا وهم سموا خلاص دعويتك وكلهم مدعوئين وإن شاء الله يشرفونا إن شاء الله وشكرا لكم وكنا معاكم في بودكاست محدش فهم حاجة وانتظرونا في حلقات جاية السلام عليكم موسيقى 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 موسيقى